خطاب الوطن للتاريخ فقط أرجوك 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 اسمعني كاملا واقرأني وافهمني جيدا لأجلك ولأجل ليبيا الحبيبة وطني ووطنك ووطن أبنائك وأحفادك اللهم قد بلغت اللهم فاشهد وفقنا الله وإياكم لما في خيرنا وخيركم وخير الوطن ولكم منا وعن وطننا وعننا جزيل شكرنا وعمق تقديرنا ورقيق امتناننا ويا ليبيا يا ليبيا وإن شغلت بالخلد عنك نازعتني إليك في الخلد نفسي بقلم وصوت يوسف محمد الكايخ كتب هذا الخطاب بقصر بنغشير طرابلس ليبيا تاريخ أول إصدار لخطاب الوطن 15-5-2011 تاريخ الإصدار الثاني لخطاب الوطن 29-5-2011 تاريخ التسجيل الصوتي لهذا الخطاب 21-3-2012 بسم الله الرحمن الرحيم إلى كل صادق في حب الوطن وإلى كل غيور على لحمته الوطنية وعلى وحدة كامل ترابة وعلى دوام أمنه واستقراره وإلى كل حر لا يرضى بالضيم والظلم والقهر والغبن وإلى كل شريف نقي ونزيه تقي لا يتهاون مع من يتطاولون على كرامته وعرض وعزته ولا يهاد في سبيل درء المفاسد عن أساس بنيانه وعن كل ذرة طاهرة من ذرات ترابة أقول لكم وبهذا الوقت العصيب العصيب ونحن جميعا نعتصر غما وألما ونتحسر هما وكمدا على مآل حالنا وحال وطننا المريب ومصابنا الجلل والعجيب بأنني أناديكم اليوم وكل تقدير وإجلال واحترام لأفهام عقولكم النيرة ولنوايا صدوركم الخيرة فأناديكم أناديكم وعلى لسان الوطن أنادي الحكمة والطقوة والفكر والذكر فيكم وسأظل أناديكم وأنادي كل مكرمة كامنة ومتجذرة لدنكم ولئن استنفدت من جعبتي كل حروف كلماتي ولئن عجز لساني وهرم مني كياني وداتي فإنني حتى وبصمت الكليم الأفيك العليل العاجز سأبقى على عهدي للوطن ولكم وسأفي بالتزام نحوه ونحوكم بإصال مرير كلماته وأوجاع صرخاته وألام استغاثاته فهو ودون شطط أو مطط أو ريال يصرخ فيكم الآن الآن من أوجاع خوفي على مستقبل أبنائكم وأبناء أبنائكم ومن ألام كربه على عرضه وعراضكم كما يستغيث بكم والآن الآن لأجل نصرته وإعلاء كلمته برفع رايتي على كامل ترابة ولأجل دوام عزته وكرامته وأمنه واستقراره لأجلكم ولأجلزها أعماركم التي عشتموها بأحضانه لأجل نعم هنائكم تحت جنة ضلالة لأجل نها أحلامكم التي تأملتموها لأجل شذا خيالاتكم التي رسمتموها لغده لمستقبله ولمستقبل أبنائكم وأحفادكم وأحفاد أحفادكم الذين لن ولن يحسن ذكركم إن خذلتموهم فيه ولن يغفر لكم إن أهنتموهم فيه فالوطن الوطن وبكل لغات العالم يقول لكم بأن منعة أوصالي ولحمة أركاني ووحدة ترابي ودوام أمن واستقراري مرهون 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 بقوة كلمتكم بنصح وقفتكم بلملمة كيانكم برصرصة بنيانكم بتناديكم لنصرتي بجهادكم لأجل عزتي وبكفاحكم ونضالكم لأجل كرامتي وها أنا ليبيا وليبيا ها أنا وأنا الوطن الوطن أقف اليوم أمامكم لأتبين أغواركم وأستفهم أفهامكم فأقول أي عزة لكم أي كرامة لكم أي شرف لكم أي حرية لكم أي مستقبل لكم ولأبنائكم دوني وبدون الذود عني والموت الموت لأجلي ولأجل كل ذرة من ذرات ترابي لأجل جبالي وسهولي وهضابي لأجل ودياني وتلالي وشطآني لأجل شرقي وغربي وجنوب وشمالي لأجل ربيعي وصيفي وخريفي وشتائي لأجل حصيد حبي وفومي ويقطيني وتيني وزيتوني ونخيلي ورماني لأجل ما أكنزه لكم جميعا في أعماق بحاري وفي جوفي وباطني من خيرات وأنعم وذهب وأموالي لأجل أمجاد أبائكم وأجدادكم ودمائهم التي ارتوت بها شرييني وأوصالي ولأجل ما أقطروه عرقا ودمعا فاح بسماء مسكا بنيت عليه أمجادي فأنا الوطن الوطن وبأعلى صوت أقول لكم ومرددا على أسماعكم وأفهامكم وبصائر قلوبكم فحو خطابي وملل كلماتي وأقصاها لمن نسي أو تناس أو أنسوه ولمن غفل أو تغافل أو أغفلوه عن حقيقة عن مهيتي عن كينونتي وأجل معناها فأنا ولجمع جموعكم جميعا أكون فأنا ولجمع جموعكم جميعا أكون عرضكم خيركم شرفكم وكل معنى لوجودكم أفلا تسمعون أفلا تبصرون أفلا تعقلون أفلا تذكرون أفلا تأبهون واعلموا واعلموا بأنني لن أرطدي يوما وأبدا انقسامي أو خلخلت ركن من أركاني أو حتى قلقلت خلد وبال كياني فإن رضيتم ذلتي فإن رضيتم مهانتي فإن رضيتم إضاعتي فاعلموا واعلموا بأنكم ولأبد الآبدين لن ولن ولن تجد مكاني أو حتى عنوان عنواني ألا أستحق منكم ما بالقلب أرتجيه ألا أستحق منكم ما بالدمع أبكيه ألا أستحق منكم ما بالدم أفديه لأجلكم ولأجل براءة أطفالكم وعفة نسائكم وأعراض بناتكم وبركة عجائزكم وكرمة شيابكم وهيبة شبابكم وكل أمانيكم وأحلامكم حفظكم الله لي وحفظني المولى عز وجل لكم لذا فإنني أخاطبكم اليوم بكلمات صدق ونصح أسوقها لكم وأجريها على لسان محدثكم الماثل الآن الآن أمامكم فاسمعوه جيدا بعقولكم وافهموه مليا بضمائركم حين يختصر لكم ما رأينا فيه سلامة أمري وأمركم وصلاح شأني وشأنكم في جملة من الخطوط العريضة والثوابت الأكيدة والرواسي العتيدة والحقائق الصادقة والمفيدة نائيا بكم وبعيدا بعيدا 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 عن دوامة الشكوك والظنون وعن حمى الاحتقان وحمى الامتعاض والجنون حيال مدى حقيقة الافتراءات العديدة ومدى سلامة المزاعم المريضة ومدى صحة الأكاذيب السامة ومدى عقلانية الاختلاقات الراجمة التي تواترت على أنظارنا وتعانفت مع أفهامنا وتجاثمت على قلوبنا عبر قنوات الكفر وبهر العهر والضلال وبالقدر الذي جعل من تواترها العفن والشيطان وتعانفها النات والعدوان وتجاثمها النفسي النجس والانتقام المتسلل إلينا دفعة واحدة وبذات الأوان من خارج سدود عرضكم وحدود عرضي وكياني والمجترق علينا بدميم شكله الإجرام وسقيم قوله النابي وبدميم فعله الدام الباغي علينا بفحشه الضار والسارفين حتى وقتنا الآن حربا إعلامية رخيصة وخبيثة وخسيسة لم يشهد فضاعتها ولا بشاعتها ولا شناعتها تاريخ أنكر وأقدر وأحقر أنواع الحروب على مدى كل الأزمنة والأمكنة والضروب لذا فإنه ينتقل بكم وعلى الفور والتمام إلى كل ما هو جد خطير ومرير وهام وذلك من خلال النقاط الآتيات والمحددات لديه بعشرين ثابتات يوردها لشخصكم الفاضلة والجليلة ولعقولكم الوضاءة والنبيلة وعلى النحو الآت الآت النقطة الأولى لأن ولأن 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 فهل لأحدكم أن يقول لي لأن العملاء المتأمرقون والخونة المتصهنون أمثال شمام والمقريف والهوني وحفتر أمريكا الجماطي والصلاب ودوغا بريطانيا العشة ألمانيا شلوف وزيدان وجبريل فرنسا لأن جميع هؤلاء وكل أمثالهم وبلا أدنى استثناء لم يكن لهم يوما أن يكونوا أرقاما وأسماء لولا الحقارة والخيانة والنذالة والنفاق والرياء ولأنهم مرتضوا لذوات أنفسهم الرخيصة لأن يكونوا أبواق المأجورين وباياد قتافهين بأياد كل المتآمرين علينا من اللقطاء الأمريكيين والأغبياء الغربيين وكذا العرب المتعربين المتصهينين إلا لإرضاء غرور أوهامهم اللئيمة وشرور أحلامهم اللعينة ولتتمت كل نقيصة خبيثة وخسيسة كانت ولزالت متغلغلة بأعينهم العليلة البغيضة وأنفسهم السقيمة العقيمة البليدة ولأن ذات هؤلاء وأمثال أمثالهم من الخونة التافهين البلها لم يمتهنوا من الأصل هذه المهنة أو الحرفة الوضيعة الحقيرة إلا لأجل بغبغت سيل غرائزهم النتنا وكفكفت كيل بطونهم العفنة ولأن العقل والمنطق وبكل عنف وعنوة وقوة يفرضان علينا ويقضيان في حقنا حكما قضائيا وعديا نهائيا لا استئنافا له وأبدا أبدا أبدا وبأي حال من الأحوال ولكائن من كان وبأي زمن من الأزمان وهو التسليم الكامل والمسبق مع القول الحازم والجازم والمطلق بأن الطبيعية جدا والبديهية جدا جدا هو أن يكون ولاء أناس كهؤلاء لحكومات أو اجهزة استخبارات الدول التي لطالما أحتضنتهم في كنفها والتي لطالما أظلتهم ولسنوات طويلة بظلها تربية وتأديبا وتنشئة وتهديبا كما أن أمر هذه الرعاية التامة لهم من قبل أسيادهم الصليبيين وكذا الولاية الكاملة عليهم من ذات هؤلاء الاستعماريين المجرمين كان من شأنها أن يعمق بينهم جزور الانتماء والولاء النجس وكذلك منابت الوفاء اللعين اللذين ما أينع الثمارهما الخبيثة وبهذا النج العفن والسمج والملعون إلا أخيرا وبهذه الآونة التعس والأيام الحزيرة حيث حان لهم أوان قطافها والتي تمثلت لنا كراهتها وفضاعتها وبشاعتها في انسجام شيطاني صارخ وواضح ووفاق مصلحي جلي وفاضح لم يخرج مؤداهما ولا غاية المرجوة منهما عن دائرة التنفيذ الحرفي والمشروط لكل البنود النفعية الدونية المدرجة وبكل تأكيد بالأجندات الشخصية لكل عميل وخائل من هؤلاء الأدناس الأنجاس وكذا الأمر وتماما تماما 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 بشأن التنفيذ الحرفي والمفروض لكل النقاط الاستعمارية القمعية ولكل البنود المصلحية الاستغلالية المدرجة وبتمام التأكيد والمبينة وبكمال التحديد بأجندات كل دولة من هذه الدول الصليبية وغيرها من رفقاء السوء وشركاء الشر المعتدين على وطننا وعلينا الأمر الذي ترى لنا جميعا وللعالم أجمعين صوتا وسورا وبحق الحق وبكل خطوطه العريضة وبجل تفاصيله المقيتة البغيضة ولأن كباري الداخل عباد أسيادهم الفرنسيسة والصهينة غواني الخيانة أرباب الفسادة معاول الخراب أذنب ولاة أمورهم الأمريكان والفرنجة أمثال عبجليل البيضة شلقم الغريفة وادي الحياة يونس الجبل الأخضر العبار بنغازي الشامخ اجدابية دبيبة مصراتة العلاقي صبراتة غوقة بنغازي حريري الجبل الأخضر فتحية الظرات مصراتة أمال صفار مصراتة وأمثال أمثال من المعروفين وغير المعروفين أصلا ومنبتا وكما ونوعا وفكرا وخلقا ومنطقا وطبعا ووضعا هم جميعا منقسمون على أنفسهم ومنذ الآن ومختلفون أيام اختلاف مع بعضهم البعض والآن الآن وبكل المقيس والحسابات وبكل الجبهات وعلى مختلف الساحات ابتداءا بالخلافات المنهجية والفكرية والبينية وحتى النفسية الحاصلة فيما بينهم وانتهاءا بالخلافات التكتيكية والاستراتيجية الحاصلة لهم مع دول الكفر والعهر والضلال مرورا بأخطرها على مستقبل الوطن وكل أبنائه وهو استحالة اتفاقهم ولو بعد ألف 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 عام مع أبواق وبايادق الخارج العملاء على آلية ومنهجية تحقيق كل ما يدعونه وعلى كيفية تنفيذ كل ما يروجون له من أوهام ضلالية ومزاعم شيطانية والتي ما رأيناها وبحسب خالص رأينا إلا دعائية وآنية فقط كانت قد فرضتها عليهم متطلبات ومستلزمات هذه المرحلة العرجة والمرتكز عندهم ومنهم ولديهم وبكل تأكيد على ضرورة البوح والنوحة بكل ما من شأنه دغدغت مشاعر أصحاب النفوس السقيمة وبكل ما بإمكانه طمأنة أرباب العقول العقيمة ممن انساقوا معهم وخلفهم وخلف زعمهم البالي والعاري عن الحق والصد والممثل لديهم زيفا وتمثيلا في تمسكهم بوحدة كامل التراب الليبي وكذا بلحمة ووفاق كل أهله ومواطنيه وبما يزعمونه زورا وبهتانا من رخاء ونماء وحرية وديمقراطية وعدل وأمن واستقرار الذي لا نرى لإمكانية تحققه على أياد هؤلاء وبأي حال من الأحوال ولأبد الآبدين سبيلا وحتى وإن سمح لنا العقل العاقل لكل فلتة نشاز ولكل بكتة مهماز غماز ببرهة يسيرة من وقت عمله الثمين لافتراضنا جدلا إمكانية حصول هذه المسألة العسرة وبيوم من هاتيك الأيام البسرة فإن التساؤل التساؤل والسؤال السؤال الذي منفك يوما يطرح نفسه علينا وبقوة وعظمة الجبال وهو كل هذا سيحصل تحت ماذا؟ بالطبع وبالطبع تحت مظلة دولة أو بالأحرى ولاية أمريكية أو مقاطعة انجليزية أو مدينة فرنسوية أو حتى ومن جديد إيطالية بين هلالين؟ جدت غير لهادي يالله على الأقل لنعرفوه خير من لمنعرفوه الشيء ستظل دوما وأبدا حالمة بالسيادة تواقة للحرية مشتاقة للكرامة وكفان بما يناهز الثمان سنوات من احتلال الصليبيين للعراق الشقيق ولإخواننا وأحبتنا العراقيين وبما جرى لهم خلالها ولا يزال من إزلال واحتقار وعار ودمار انمودجا حيا ومثالا قويا لما هو مخطط لمآل حالنا وحال بلادنا والذي يكاد يكون متفقا تماما ومنطبقا كمالا مع الحالة العراقية وكذا الأفغانية وإلى آخر الحالات الاستعمالية الصليبية هذا إن لم يكن مآل حالنا أمر وأضر وأسوأ وأشر ولأن وطننا الغالي وبكل عشائره الأصيلة والعفيفة وبكل قبائله العريقة والشريفة يزخر بأعظم الرجال وأشرف الرجال وأقوى الرجال وأطهر الرجال وأنقى الرجال وأطقى الرجال وأكرم الرجال وأشجع الرجال الذين لن ولن ولن يقبل بها أولاء الخونة أسيادا وحكاما والذين لن ولن ولن يرتض الصليبيين ولاة وأربابا ولأن وطننا الحبيب ينعم بأعظم الماجدات وبأشرف وأكرم وأنقى وأطقى وأطهر وأشجع بناته الليبيات الصابرات الصامدات والمتفقات تماما تماما مع إخوانهن الرجال على ذات القناعات المذكورات سلفا وأخيرا فأعظم تحية منا ومن الوطن لهن ولكل من رباهن على الأنفة والعزة والإباء ولمن أنشأهن على التحدي والتصدي والكبرياء ولأن وطننا الحبيب والعزيز والغاني مطمح حيوي وكوني واستراتيجي للقاس والداني ومن الأقربون قبل الأبعدون والأعادي ولأن كل الذين شاركوا الصليبيين في الاستخفاف بنا والتطاول علينا بحصارنا وقصفنا وبقتل أحبتنا وأهلين وترويع أطفالنا ونسائنا وكل آمنين ما كان لهم لأن يفعلوا ما فعلوه لأجل فقط وفقط لأجل سواد عيون وجمال أشكال أولئك الأبواق والبيادق المأجورين التافهين وكذا هؤلاء الخونة والعملاء المرتدين ولأن طبيعة وطننا القبلية والعشائرية المرتبطة ارتباطا وثيقة الصلة بالدم هي الأخطر نتوجا والأقوى أثرا في ردة الفعل من الطبيعة الطائفية أو الحزبية أو الفئوية المعروفة كمكونات استراتيجية لمجتمعات جراننا وبعض أخواننا العرب فهل لأحدكم أن يقول لي؟ وهل لأحدكم أن يقول لي؟ بأننا في حال لا قدر الله نجح المتآمرون علينا في حقير مسعاهم وحققوا ذميم مبتغاهم وبأن لا سمح الله تخلى الأخ القائد عن الوطن وعنا وفي حال حدوث المتوقع البديهي والمتصور الطبيعي لمآل حالنا وحال الوطن وبعثرت وعلى الفور كل الأوراق وظهرت وبغزارة رؤوس الكثيرين من شداد الأفاق واختلط الحابل بالنابل وتفجرت براكين الصراعات القبلية واشتعلت نيران الحروب الأهلية بسبب التكالب والتغالب على زمام السلطة وبسبب التقاتل والتناحر على مقاليد الحكم والمتزامنة بديهيا مع الكثير من حالات التصفية الجسدية والمالية وحتى العقرية للحسابات القديمة والثارات الدفينة الناجمة عن عديد العديد من التصرفات الباطلة وغير المسؤولة والتي منها نسوق لكم على سبيل المثال للحصر الانحرافات والالتفافات التي تمت من قبل أولئك الخونة الأوغاد وأمثال أمثالهم من الأنذال العملاء على مقولات الأخ القائد الإنسانية وعلى توجيهاته الحضارية والتاريخية كقانون رقم أربعة والزحوفات التي تمت لأجل تطبيق مقولة شركاء لا أجرع نهيك عن جرائر الأفعال المتوقعة لأخطر المجرمين ولأفسد الفاسدين المباثرون حاليا والداجنون بيننا وبحرية تامة بين ظهرانين وأمام أعيننا وأيادين فهل لأحدكم من يقول لي وهل لأحدكم من يقول لي كيف السبيل للملمة شمل الوطن من جديد كيف السبيل لاستعادة أمنه واستقراره من سيتفاوض مع من من سيتحاكم مع من من سيقبل من من سيتنازل لمن من سيعترف بمن من سيسن دستورا مع من من سيشكل حكومة مع من ومن لخير بلهجتنا الشعبية من اللي بجيلي منه وكم 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 من أعمارنا وأعمار أبنائنا سيضيع لإمكانية حصول كل ذلك وكم 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 سيدمر من مكتسباتنا وسينهب من ثرواتنا حتى حصول ذاك الذلك خاصة 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 بعد الدماء التي سفكت والدموع التي سفحت والأعراض التي هتكت والأجساد التي عذبت والأرحام التي قطعت والكيانات التي شردت وسموم الأحقاد التي نفذت وعروم الثارات التي نثرت وفضاع كل الوقاع التي ارتكبت وكفانة بخبر صالح وباقتدار تام للقياس عليه وهو ما كان يجري وبالأمس القريب من تغالب وتكالب وحتى اقتتال على أمان من الأمانات القزمية وبمؤتمر من المؤتمرات الشعبية الأساسية فما بالنا وما بالنا بحكم ورئاسة وطن كليبيا سلطة جاه شهر نفوذ قنطير مقنطرة من الأموال قنطرة من الأموال النقطة الثانية هل من الحكمة في شيء أن نخرج من المعلوم إلى المجهول هل من الحكمة في شيء أن نمشي في ركب أناس هم لدينا مجهولون وأن نسير معهم دون ما أن نعرف منهم وبتمام التحديد وجهة هذا المسير هل من العقل في شيء أن تمشي مع أي كان وإلى أي مكان دون ما أن تعرف منه طبيعة المكان المقصود وحقيقة الأشخاص المعنيون بمقابلة شخصك الكريم النقطة الثالثة بعد النظر العابر والعادي مع قليل من التفكير المتأني والهادي في دلالات الآتيات تباعا من قطفات المعاني لا نرتجي منكم إلا إضاح الصورة الكاملة لما سترونه بعجز كلامي فأقول ما معنى أن يكون ترابا ليبيا الوطن نظيفا من أي بشر أو حجر إسرائيلي وطاهرا من دنس الصهاينة الأنجاس وما معنى عدم اعتراف ليبيا الشرف بالكيان الإسرائيلي عدم الشرف وما معنى عدم وجود أي علاقة دبلوماسية أو اقتصادية مع هذا الكيان المارق والعالق بأوحال العار والمستفحى اللؤما وخبثا بمستقعات الظلم وبرك الدمار وما معنى أن تتجول المرأة الليبية بكامل حريتها بل ما معنى أن تحظى المرأة الليبية بكامل الاعتبار والتقدير والاحترام بل ما معنى أن تتساوى فعلا وقولا مع أخيها الرجل وبكافة الحقوق والمزايا والعطايا وحتى البهمات بل ما معنى أن تنعم هذه المرأة الناعمة جنسا وحسا واللطيفة العطوفة قلبا وروحا بما ينعم به أقوى وأخشا وأشجع الرجال أو لم تخترق المرأة الليبية حاجز الصوت بطائرتها الحربية أو لم تتحكم في أنف الطائرة المدنية إقلاعا وتحليقا وهبوطا أو لم تتقلد أخطر المناصب أو لم تتبوأ أعلى المراتب أو لم تأمر فتطاع أو لم تطلب فتجاب أو لم تجير الأوامر الجنائية بتواقيعها أو لم تفصل في الخصومات الشرعية والإدارية بكامل قناعاتها العدلية وبمطلق الحرية أو لم تقضي في المنازعات المدنية بأحكامها الابتدائية والاستعنافية والنهائية أو لم تحقق وتحبس وتفرج وتتهم وتدين وتسجد وتبرئ بالقضايا الجنائية وما معنى أن تكون ليبيا ذات الشاطئ البحري العظيم وذات المناخ المعتدل بتقلباته الموسمية الطبيعية الجميلة وبموقعها الساحر والبهر والمتميز بكفاءته التامة لكافة الأنشطة السياحية والثقافية والاقتصادية وغيرها ما معنى أن تكون خالية تماما من مشاهد العري العلني الفاضح والأفعال الخادشة للحياة العام ومن أي وكر عام وظاهر من أوكار الفساد الإنساني ومن ملاجئ ومغارات كل أنواع المغريات للدمار الخلقي والمجتمعي كالبارات والكازينوهات والمراقص والخمرات ودور العهر والمجون وعشوش المخدرات والديسكوات والملاهي الليلية وإلى آخره وما معنى أن يكون المخفي والمستتر من هذه الموبقات والمظاهر مراقبا بحذر وشدة ومستهدفا بقوة وحدة ومعاقبا عليه بأغلظ العقوبات الجنائية وبأقصى وأرهق الغرامات المالية وما معنى أن تجد بين المسجد والمسجد مسجد وما معنى أن يحدث الشعب الليبي خللا تاريخيا بجميع النظريات العلمية ذات العلاقة بمعادلات النسبة والتناسب الرياضية والذي أبى إلا أن يفرض عليها قبول فكرة أن يكون لدينا أكثر من مليون حافظ للقرآن الكريم في خين أن تعدادنا السكاني لم يتعد بعد السبعة مليون نسمة وما معنى أن ينال هذا الحافظ درجة الخريج الجامعي وإن كان مستواه التعليمي لم يتجاوز بعد مرحلة التعليم الأساسي وما معنى أن تكون كل المدن والقرى الواقعة في نطاق الحدود الجغرافية لليبيا الوطن هادئة هامئة آمنة مستقرة وما معنى وما معنى أن نعتادها ولفترة تزيد عن الأربعين عاما خالية وتماما من الفتن والمحن والانقسامات وخالية وتماما من الاضطرابات المجتمعية والأحقاد الفئوية والصراعات الفكرية والنزاعات الطبقية والحروب القبلية وخالية وتماما من الضغاء العائلية والانسلاخات الأسرية والثارات الدموية وما معنى أن ترى ليبيا الوطن وحدة واحدة وجمالا كاملا كاللوحة الساحرة رسما ولونا ومنظرا الباهرة معنا ومضمونا وجوهرا والمؤطرة بأقوى وأرقى وأوقى وأمتن برواز وما معنى أن تظل ليبيا الوطن ولأكثر من أربعة عقود شديدة المفاصل والمواصل كالبوتقة الكريمة العتيقة المعتقة من سلطنة أي ملكية والمحررة من كل أنواع التبعية وما معنى أن يكون الليبيون جميعا وبلا استثناء وبذات هذه البوتقة العتيقة منصهرين ذائبين وكالخليط الممزوج والشراب المرجوج متآلفين متجانسين وما معنى أن تلفاهم وفيما بينهم أجوادا كراماء وعطفين رحماء وما معنى أن تألفهم متحابين في الله ومتواضعين بسطاء وما معنى أن تأهدهم متآخين في الوطن ومتعاهدين على البر والخير والعطاء وما معنى أن تراهم جميعا وبلا أدنى استثناء يتزاورون في الأفراح والمسرات ويتآزرون في الشدائد والبلمات ويتوادون في أعسر وعيسر الظروف والمناسبات وإن ظللنا نستفهم عما نعيشه من روائع المعاني لن نجد لدلالاتها متسعا بأضخم وأكبر وأفخم وأعظم المخازن والمباني لذا دعوني أستوقف لساني وأختتم كلامي بمفاد مقتضب يتلخص في استفهام وتنويه وطلب ولنبدأ بالطلب ونختم بالتنويه فأقول وأقول وأقول لكل أصحاب البصائر والضمائر والعقول أرجو لم لمت شمل هذه المعاني وبسطها معا وجميعا على لوح تحميد ومن ثم قوموا بطبعها وترقبوا كامل وشامل ظهورها وانظروا إليها بعيون الحق وصدق رؤاها ودون محاجر مكبرات بصرية أو عدسات طبية تأملوها وبالأقل من كل قليل من فراغ وقتكم وجهة اهتمامكم أولوها فماذا بالله عليكم ستشاهدون وما هي الدلالات الحق لجملة هذه المعاني علما بأنني أنصحكم باستعمال نظارات شمسية وذلك خوفا على أبصار عيونكم من قوة النور وشدة الإضاءة المنبعثة من هذه الصورة الكاملة والمتكاملة لواقعنا وواقع ليبيا الشريف العزيز الكريم العدلي الحقي العطوف النظيف الطاهر العفيف وهذا الواقع الزاهي والناصع بياضا والمتلألمعانا ووضوحا وجمالا هو بالطبع هو بالطبع وبالطبع هو حتى 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 الآن النقطة الرابعة هل من الديمقراطية في شيء أن يتم كل هذا الاعتبار الأمريكي المريب والاهتمام الغربي الغريب والعجيب بمزاعم شل من الأوغاد التافهين وثلة من الخونة المرتدين وليقام لأمثالهم جميعا شؤونا وأوزانا بعد أن كانوا ولا يزالون ناكيرات وأصفارا وأن يحسبوا من بوازين الرجال علامات وأرقاما ليمثلوا لينوبوا ليتحدثوا باسم ستة مليون ليبي شريف وستة مليون ليبي عفيف وستة مليون ليبي نقي وكريم أبي فمن بالله عليكم ومن بالله عليكم كان ومن ورائنا ودون علمنا قد فوض هؤلاء الحقراء أو كان قد اشتكاهم أو حتى بكاهم ولو بدمعة رياء بكماء كانت قد أزرفت في ليلة شمطاء عرجاء للتشدق بأسمائنا للتنطع بأحلامنا وللتحدث نيابة عنا وعن مستقبل أطفالنا الأبرياء وبكل هذه الفوضوية والهمجية والعنجهية والغباء وعن زعم مرادنا وابتغائنا لهكذا نوع من التغيير الضرير والإصلاح المرير هل صدقا أبكاهم شأننا هل حقا أرداهم حالنا هل حقا أخافهم مآلنا أم أن الحق والحق فقط يقال بأنما سفحت التماسيح دموعها ولا استماتت الثعالم بأوكارها إلا لخلقنة نهزل دميا همها ومقنة لنهش خدع صيدها أوليس ما كانوا ببارد الدموع قد أبكاهم أوليس ما كانوا بحاقد القلوب قد عجل خبيث مسعاهم هو ولا شيء غيره هو ولا مراد سواه وهو حكم ليبيا والسيطرة الكاملة عليها وعلى كل المتأتي لهم من وراء اغتصابها أو تقسيمها وتفتيتها لولايات أو دويلات يترأسونهم وهم وحدهم حكمها أو قبض ثمنها وثمن تسليمها أكرر فأقول أو قبض ثمنها وثمن تسليمها كجارية ذليلة مقهورة ملتاعة أو كسبية مكلومة ركيعة مرتاعة مهانة 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 سليبة السيادة والحرية والمهابة مستباحة الطول والعرض للعرض والكرامة ولمن؟ ولمن؟ لأسيادهم الشياطين وولاة أمورهم الصليبيين زعماء كل من كان مثلهم ناشز وناشل وأولياء كل ما هو باطل وقاتل وبشأن هذا الأمر الأخير بالدات فإن الخونة والظلمة والعملاء وبحسب مراميهم الحقيرة البغيضة وبحسب مساعيهم الذميمة البليدة لا يتوقعون وأبدا غيره كونه المضمون الأوحد والوحيد والمفيد الأقرب من كل قريب لهم ولكل من كان على شاكلتهم فاسد دميم وخنسير عنيد وحلوف خندوف وصعلوق عربيد الذين بشأنهم لا يسعني توصيفهم ووصف أسباب كل فعل من أفعالهم وكذا جل قولهم الذي تساوى عندي في كراهته مع نجاسة بولهم إلا بالقول من رضي من نفسه بالإساءة شهد على أصله بالرداعة وبالقول أيضا من بالغ في خسته دلل على نجاسة أصله ومنبته وبالقول أيضا وأيضا من جاد بماله جل ومن جاد بعرضه ذل فبماذا أولاء الخونة والعملاء يجودون والآن الآن وماذا يعرضون الآن الآن وبإلحاح شديد وقوي ومتين على أسيادهم الأغبياء البغاة الطغاة الملعين والطامة الكبرى والكارثة العظمى أنه مقرونا مقرونا مقرون بالتوسل والتسول والاستجداء وممزوجا ممزوجا ممزوج ببكاء وعواء أنجاس الفسق وأدناس البغاء فأي شرف بالله عليكم فأي كرامة بالله عليكم لدى هؤلاء ولدى أمثالهم وأمثال أمثالهم من التافهين الأغبياء النقطة الخامسة بالوقوف الصادق والخالص لله سبحانه وتعالى ولول لحظات مع العقل العقل المجرد عن أي تراكمات أو خلفيات سلبية أكانت أم إيجابية والمبرأ من أي تهمة من تهم الانحياز العصبية والشديد لأي من التوجهات والقناعات أو حتى لمجرد الظنون والاعتقادات وكذلك الأمر وتماما تماما مع الضمير الضمير ولولبرهة يسيرة وهنيهات قليلات وذلك لوضع أولئك المذكورين سلفا بأسمائهم العربية والمعرفين لدينا ببلدانهم العجمية على بساطة التحقق من حقيقتهم والتبصر في جوهر كينونتهم وما هي تطبيعتهم كي نستطيع طرح السؤال السؤال المكبل لدينا بقيود الاستغرام والمصفوضة عندنا بكابول الاستعجاب فاستفهم وتساءل وأقول هل أن جميع هؤلاء وبأدبيات من التي دأبوها حتى تأدبوها في كل زعم والدعاء وبكل ما تواتروا على أظهاره من مسكنة وثبات ووداعة وطهر ونقاع هل أنهم أصحاب قناعات واعتقادات ثابتات صادقات هل أنهم أصحاب مبادئ نقية ومواقف قوية وثوابت عفية ورواسي رصخات صامدات أم أن كل ما يدعونه لا يتعد كونه جملة من الفرقعات الدعائية الإعلامية البالية والترهات المهترئات اهتراءا شكليا وموضوعيا وبشأن إجابتنا نحن الشخصية على هذا السؤال المهم والهام نستطيع وبكل تقدير واحترام أن نحملها إليكم على أكتاف اعتقادنا لبسطها أمامكم على كفة افترادنا والتي منها تستطيعون استنتاج واستخلاص لب فكرتنا وفح وقناعتنا ومغز استفهامنا فأقول لو افترضنا جدلا بأنني لا سمح الله كنت بمحل أو بموقع أو بمكان أولئك المتأمريكون المتصهينون المتغربون وبأنني مرتضيت ولا استطعت التغرب عمرا كاملا أو حتى لبضع سنين عن تراب وطني إلا لأنني كنت وحقا صادقا في قناعتي وموقفي من نهج نظام عم القدافي ومتيقنا ومتأكدا من حقيقة وطبيعة كل ما يدعونه بحقه من زيف وزور الأكاذيب المالغات وكل ما ينسجونه حوله من حيف وجيف الافتراءات الباليات التافيهات ككونه مثلا نظام دكتاتوري وظالم لا يستمع إلا لصوت نفسه لا يؤمن بالحوار لا مجال لديك لأن تشهد بك لفيه الرأي والرأي الآخر لا مجال لك لأن تعيش الديمقراطية في ظله أو أن ترى ظلها نظام قمعي نظام إرهابي نظام لا يتمن جانبه أبدا ولا أمل في إصلاح مسالكه وأبدا أبدا وكل كل هاتيك العبارات الجوفاء الخرباء وكل كل تلك المسميات الرقطاء الجرباء فإنني وبمعية هذا الافتراض المذموم عندي واستنادا على ثقة التامة من صدق ظني ومن يقين بصيرتي ومن صحة قراءتي لمن رأيته بعيون الحق واليقينة خصمي العنود وعدوي اللدود واعتمادا مني على كون اعتدت دوما وأبدا أن أكون ثابت الموقف وثاقب الرؤى منتشيا بسلامة كل خطوة من خطى خطاي ومفتخرا بنقاوة وطهارة مبادئي وثوابتي ما كنت وأبدا أبدا أبدا لأهتدي لمجرد التفكير في إعادة حسابات حيال هكذا نظام وما كنت لأرطدي العودة لأرض ليبيا الوطن حتى وإن كانت هذه العودة كريمة فما بالنا بها وهي تحت راية التوبة والاعتدار والاستغفار وبأنني ما كنت لأحيد قيد أنملة عن جادة قناعتي وما كنت لأتزعزع أو أتزحزع قيد بصيلة شعر عن ثوابتي وما كنت لأخون مخاوفي أو أضل العيوني أو أستغفل بصيرتي لأكشف لأمسح لأحرق كل صحائف قراءاتي حول حقيقة توقنها هذا النظام والتي فهرستها ورتبتها وعلى مدى سنوات وسنوات وسنوات فهرسة عقلانية وترتيبا صادقا ومنطقية ووضعتها نصب عيني وفوق بعضها طباقا طباقا أراني قد رأيتها بطول هذه السنوات مهلكة وقاتلة لذاتي ومدمية لقلبي وعقلي ومقلقة أراقة لخاطر وبالي على حال وطني وأهلي وأهلي أما وأنني لم أفعل لأنني وبكل بساطة لأنني والحمد لله لم تشوبني شوائب أفكارهم ولم يأسرني خبال حالهم ولم أكن يوما مكانهم ولا بأي مرتع من مراتع أحلامهم فما تبقى لي إذن إلا أن أتساءل وأستفهم وأقول بماذا نفسر عودة هؤلاء لأرض الوطن وبماذا نسمي هوانهم على أنفسهم وبماذا ننعت ارتضائهم على كرامتهم التراجع عن مواقفهم وزعزعة ثوابتهم ويبدأ التوبة والاستغفار وإعطاء البيعة والعهد والوعدة بإلاء الوفاء والولاء وبالمقابل وبالمقابل بماذا نستطيع أن نصف من أراد احتواء كل أبناء شعبه حتى البعض الضائع والغابر بإرادته الضائعة أصلا وبقناعته القابعة والمتربعة مدرسة وجامعة ومنبة وفصلا بغيابات البارات ومتاهات الكازنوهات وعلى مذابح الكنائس وبمسالخ الحلوف وفوق طاولات القمار وبمغارات العهر والعار وماذا نستطيع أن نقول بمحق من فتح لهم أبواب ونوافذ قلبه وبكل الحب والثقة مد لهم ذراعيه ويده راغبا صادقا في مصافحتهم ومصالحتهم ومحاورتهم بشأن كل ما يبتغونه والدليل هو كل ما تم معهم ومع أسرهم وعلى أكمل وأفضل وأتم وجه يرونه كنا نحن أيضا وجميعا قد رأيناه واضحا وفاضحا وجلية وبالقدر الذي جعل بعضنا هذا إن لم يكن جلنا يمتعد منهم كثيرا ويستاء استياءا مريرا من طبيعة المعاملة ذات العشرة نجوم والجد جد خاصة التي كان يحظون بها ماديا ويتمتعون بها معنويا ولدرجة أننا نعتقدن بأن المولى عز وجل قد أعاد خلقهم من جديد وبأنهم ما خلقوا هذه المرة إلا ليكونوا بحق الحق طباقا طباقا فوق أناس العالمين أجمعين ولزيادة في البسط والتوضيح لإصال فكرتنا كاملة وغير منقوصة نستفهم ونقول أولم تكو السياسة الحكيمة والبناءة والرصينة التي انتهجتها دولتنا في التعاطي والتعامل مع كل المسائل الإنسانية والملفات الدولية العالقة بالسلب والسنوات طويلة بيننا وبين ذات الدول التي تبتغي اليوم اليوم استعمارنا وإدلالنا والتي بشأن جميعها قد تم وبالفعل حل حالتها وإنهائها تماما ومنذ بضع السنين لم يتعدى عددها عدد أصابع اليد الواحدة كأزمة لقربي مسألة السلاح النووي قضية سجن بسليم ملف إيرلندا الشمالية الفساد أو لم تكو هذه السياسة وما أسفلت عنها من نتائج عديدة وجمة سبق وأن تم تثمينها وتتويجها عالميا بجملة من الاعترافات الدولية والإشهادات الإنسانية بالدور الإيجابي والقوي لليبيا الوطن حيال هذه الملفات وحيال توجهها المنفتح جديدا وأخيرا على أمريكا وكل دول العالم والمرتكز منها وبالطبع على مبدأ وسياسة الاحترام المتبادل والمصالح مشتركة هي السبب الحقيقي والمرد الطبيعي لردة الفعل السلبية لذات هذه الدول في طريقة تعاملها مع أبواق الخارج المأجورين والتي بدت لنا جميعا فاترة ورتيبة ومائعة وركيكة ومنسجمة تماما مع المنطق والفكرة الصليبية الاستعمالية القديم الجديد المتوائم كمالا والمتماشي تماما مع المصلحية المحضة والدونية البحثة وذلك حين ارتأ أولئك المساندون الآنيون لخونتنا والمحتقرون الحاليون لآدميتنا التخلص من تبعات هؤلاء الأشرار التافئين والتنصل من إرهاقات مشاكلهم ومشاكل ذويهم والكف عن إنفاق اليورو والدولار عليهم والاستعادة عن شخصهم النكرة وهمهماتهم العكرة التماء الكامل تحت أقدام دولتنا وربز عزتنا أو لم يكن هذا المنع أم الشح والتنصل والكف أمر صفعة لهؤلاء وضر كف أولم يكن هذا الكف الكف بمثابة الأسباب الحقيقية والمعجلات الفعلية لضعضعة أحوالهم المعيشية ولزلزلة أوضاعهم الحياتية ولربكنت مخططات خيالاتهم الدنيا ولخلخلت حال أحلامهم الشيطانية ولمسكنت غرائزهم الحيوانية ولفقرنت أجنداتهم الطمعية ولقبرنت كل ما يتعلق برغرغة وبغبغة موبقاتهم الدنيا أولم تكن هذه النتائج بمثابة الدوافع الحقيقية والملحات القوية لعودة من كانوا قد وافقوا بكامل قناعاتهم على المصالحة الوطنية والذين عاهدوا وبتمام إراداتهم على الصدق والإخلاص والوفاء لليبيا الوطن ومشروعاتها التنموية أوليس ما بدل منهم اليوم وظهر على ظهوري وبأياد الأنجاس الصليبين وبهذا القدر الرهيب الغريب من الحقد والغل المخيف والمنطق السخير في الكفيف لهو الدليل الدليل على أنهم كانوا منذ البدء قد أضمروا الخيانة كل الخيانة وأنتووا الغدر كل الغدر وعولوا على الشر كل الشر لأجل تحقيق دميم وذميم مبتغاهم فمتى كان بالله عليكم وأين وكيف يكون بالله عليكم المسلم التقي والمؤمن النقي الحقيقي خوانا غدارا شريرا النقطة السادسة هل من الحق في شيء؟ هل من العدل في شيء؟ أن يتم الإنصاط أو حتى مجرد الالتفات لشردمة من الأبواق الحذاق الفاسدين زبالات وأذناب الأمريكيين ولرزمة من الخونة الجبناء التفهين غواني وزباني الغربيين الذين لم يتناغموا في مخططهم الإجرامي وتمردهم القتالي الدموي البشع إلا مع دنايا أنفسهم المريضة ونتانت أحلامهم البغيضة التي ما ساقت ولا جرت سلامة حالنا وهنأة بالنا ووحدة ترابنا ولحمة أحلامنا إلا إلى أهوال الضجر وويلات الخوف والرعب من أضغاث المجهول العليل والمشلول وأي مجهول؟ المجهول المسلول من الموت المحتوم والدمار المشؤوم والعار المذموم والمحمول إلينا ولمستقبل أبنائنا على أكتاف ولاة أمورهم الصليبيين وبحجة ماذا؟ وبزعم ماذا؟ وتحت مسمى ماذا؟ الديمقراطية والحرية والإصلاح والتغيير وبماذا؟ وبماذا كل هذا؟ بالعسف والخصف والقصف والتدمير وبماذا؟ بالنفي والتشريد والقتل والتطمير وبماذا؟ بسلب السيادة ونهب الكرامة وكذا الثروات وكل الخيرات وبماذا؟ بهتك الحرمات والأعراض وبنشر المفاسد والأوبئة والأمراض وبماذا؟ بخلخلة توابتنا الدينية ومقتسباتنا الحضرية ولماذا 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 كل ذاك وهذا أليس لأجل هدم واجتثاث واقتلاع وردم رواسينا الإسلامية وموروثاتنا الإنسانية ولم لا وكيف لا أوليست الحرب علينا حربا صليبية والقرصنة علينا قرصنة استعمارية النقطة السابعة في مراجعة دقيقة وجد بسيطة مع الذات وفي وقتنا هذا بالذات لسال أن يستفهم أو يتسال أو يسال على الأدوات الحقيقية والأسباب الجوهرية التي كانت ولا زالت وراء كل الفساد وجل أنواع المستشرية بنا وبكافة مناحي ونواحي وحتى ضواحي وطننا العزيز والغالي ولهذا المتسائل العمر كل العمر فسحته وفضاءات الكون ساحته وجامح الخيال مطيته كي يرد علينا ويجيب لعله بدقيق الوصفق وسديد الرأي يصيب فيمدنا بكل ما هو مفيد ويدعمنا بالمؤكد والأكيد راجين راجين وآملين آملين أن لا يتعثر أو يخيل وانحاد عن جادة الصواب وحام حول حمث الزلل والخطأ في الحساب وجاب شعاب ودروب الغلط واللغط والعتاب فما عليه إلا أن يتواصل معنا بنوري الحقل والضمير لعلنا وإياهما وبتشابك أفكارنا قبل أيادنا وبتعاضد أنفاس مسعينا نستطيع إخراج كل مكبوتة بصدورنا من سمام الأنياب وكل مردومة بعقولنا من سهام الأسباب التي سممتنا بكل مفسدة وشانتنا بكل مشأمة فوصمتنا بالرماد ووسمتنا بالفساد الفساد الذي أبى أن يرحل عن سمائنا حتى ألبسنا ثوب الفقر والإملاق في الفكرة والأدب ومكارم الأخلاق والذي أبى أيضا إلا أن يسخرنا لفرعنته فصيرنا له سباخا وسمادا وأسماء وأعلاما وأربابا وأصحابا وإلى ذلك الحين اسمحوا لنا بأن نسوق إليكم والآن الآن رقاق أرائنا ورشح اعتقاداتنا عبر بوابة استفهاماتنا المقرونة بعظيم دهشتنا وشديد استغرابنا ومرير امتعادنا فأستفهم وأقول 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 هل من المعقول أن يقبل أي ضد قول أو زيف زعم أو زور اتهام بحق من جلس مع نفسه وارتم بأحضاننا بلا حسه ليختم لنا وبخاتم ضميره بهاء ونماء وأمنا واستقرارا فصطر بمداد روحه كلاما ونطق بقلبه آمالا وجير بعقله أحلاما ما أرادها أن تكون إلا لكافة أبناء شعبه وبكل صدق وحق وعدل ومساواة فصير المستعبد حرة والذليل كريم والمسود سيدا والمهان عزيزا والأجير شريكا والمعوز عائلا والعليل معافا والعفية مهابة والمضمون ضامن والراجل راكبة والخميص باطن والباطن كارشا والكارش تاخمة والقاعد آكل شاربا والأمي متعلما والمتعلم أستاذا موفدا والمرأة قاضيا ومدافعا ونائبا وحابسا وأمينا ومديرا وممثلا ومحاورا ومحاربا وحرا برأيه وسالما بقراره وغانما فهل من البصيرة في شيء أن يجود إنسانا ما بمثل ما سطره لنا الأخ القائد من أفكار وأحلام وأمان دون من يكون عقله قد تبصر بها وارتأها بعيون قلبه ونور ضميرا وهل من السهولة بمكان أن تلين الأقلام بين أنام الأصحابها لتلبي لها ولو بأبسط الجمل والعبارات غاية مكتبها ومنتهى مرادها ما لم يكن مدادها الإيمان التام والاعتقاد الكامل والقناعة الحق بجوهر أفكارها وما لم تكن ألوانها الصدق والإخلاص بشأن أهداف كل حرف من حروف مخطوطها وإن كان هناك أدنى مجال لأن يحدث هذا المستغرب لدينا والمحال بحسب وجهة نظرنا واعتقاد رأينا فالمؤكد والأكيد بأن صاحب هذا القلم لا يعد كونه منافقا أفاكا أفاقا خائنا وعند هذه الصفات الخطيرة جدا 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 أقف ها هنا وها هنا أقف لأطرح تساؤلا عقلانيا هاما 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 فأقول وأقول ما هو السبب الحقيقي وراء احتقار وازدراء المرأة لنفسه وذاته وإذلاله لها بالتملق والتصلق والغدر والخيانة وكذا بالنفاق الدال على دونية هذا الإنسان والمؤكد على عدم اكتراثي لما يسمى لدى غيره بالنخوة النخوة وبالأنفة الأنفة وبالغيرة الغيرة على سمعته واسمه وسيرته وعلى تاريخه وكرامته وعزته وعلى عرضه وعرض أصوله وفروعه واركان بيته وحواش حوشه وحرمته أوليس الطمع في مزايا المناصب أوليس الشغف ببهرجة المحاسب أوليس الرغبة في أي من تافهات المكاسب أوليس الولع بالتعالي والتسلط أوليس الهلع من تهميش الهامش أصلا أصلا أوليس الارتياع من تصفير الصفر منبتا وفكرا وخلقا وعقلا أوليست كل هذه الصفات وغيرها من الحالات هي المدعاة لأن يكون المرأة متملقا منافقا خائنا فهل بإمكان أي إن كان إنسانا كان أم حتى جان أن يتصور بأن الأخ القائد بحاجة لأي من هذه الصفات وهو متربعا بقمة هربنا ومتعرشا كبد سمائنا وتاجا ماسيا إنسانيا وروحيا على رؤوس كبرائنا وصغارنا ورجالنا ونسائنا ما رأيناه يوما إلا مرصعا بجواهر الأنفة والعزة والكبرياء ومزدانا بالآل العفاف والقناعة والكفاف ومعضدا بيقوت الإيمان والثقة واليقين ومد أنفجر بركان غضبي على جبروت القهر والظلم والغبن والاستعمار فانقشعت وغارت بحمامه وبلا نظرة إدبار ظلال الإذلال وغمام الاستفاه والاستخفاف والاحتقار إذن إذن إذا لم يتبقى لنا وأمامنا إلا أن نؤكد على ما هو مؤكد لدينا جميعا وهو أن قتامة ظلال حالنا وخلخلة أركان نظامنا وفساد أمور وشؤون جل إدارات وقطاعات بلادنا بسبب من كانوا وبحسب تاريخهم المعروف وأصل أصلهم المقروف وفعلهم المنتوف المحزوف من قائمات الهمزات والحروف وكل الكلمات والأفعال والعبارات الوطنية والمفتقر لأبجديات الأوصاف الإنسانية أولئك الذين جبلوا ومن يوم أن ولدتهم أمهاتهم على النفاق والرياء والخيانة الذين استسهلوا وتفننوا في زعمهم الإيمان المطلق بالمبادية الثورية وبأفكار القائد الإنسانية وبأطروحاته الخالدة والتاريخية لأجل الوصول لأقوى وأعلى المناصب ولأجل اكتناز أثمن وأغلى المكاسب حتى بات اليوم من علية القوم والمحاسب بعد أن كانوا برأي ولا يزالون الخلية الأولة والنواية الحية لمن أعيشه من شتى أنواع الأمراض والمفاسد فمن من لم يرهم وبيضوح عجيب وهم على العكس تماما مما كان يدعونه بالأمس القريب ومن من لم ير دات هذه الرؤوسة وهي تتسلط على حقوقنا وتتناوب على أمورنا وبنهم غريب ومريب وكان مولانا العزيز العالي لم يخلق سواهم وكان الوطن الغالي لم ينجب غيرهم وكان ثورتنا العظيمة لم يؤمن بها عداهم وكان قائدنا الحبيب لم يحبه أحد غيرهم ولم لا وهم من أكثروا فبالغوا وأمعنوا وهم من تفننوا فتألقوا وأبدعوا في الكذب والتملق والنفاق والتسلق والخيانة والخداع ولدرجة أنهم اختزلوا لنا الوطن واختصروا في الثورة حتى بات الاعتقاد الراسخ لدينا هو أن ليبيا الوطن لم تخلق أصلا ولم يهيئ لها موقعنا على سطح وكوكمنا إلا لأجل الثورة كلمة صدق وبملأ قناعة للبشرية جمعاء أقولها ولعدالة الدنيا بأسرها أجهر بها وأسرها بأن هؤلاء وبلا استثناء لم يكن لهم يوما أن يكونوا أعلاما وأسماء لولا الخباثة والخساسة والنفاق والرياء وبأنهم الغلطة الوحيدة والورطة الخميدة في تاريخ ثورتنا الغراء العصماء فهم من كانوا ومذبدأهم الشيطاني قد وسنت لديهم الضمائر لا بل أنهم وبذوات أنفسهم أن عسوها لا بل أنهم وبخناجر طمعهم كانوا قد قتلوها لا لا وألف ألف لا فهم وبمهدها كانوا بالأصل قد وأدوها كي لا تؤلمهم نيران ظنهم ولا ساعة كيها وكي لا تكبح جماح أنفسهم المريضة وشطحات غيها وكيف لا وهم من أكبر بمدافر صدورهم العفة والأنفة والقناعة والورع بعدما أن خنقوهم وقتلوهم بأياد الطمع والولع وبعدما أن كفنوهم وحملوهم على أكتاف الجشع والهلع الذين ما صيروهم إلا تبعا لهم وعبيدا مسلوبية العقل والبصر والبصيرة والسمع والذين جعلوهم لا يفرقون بين العير والطير والشجر والحجر ولم لا ألم يفردوا لأنفسهم ولخاصة عصبتهم المزاية والعطاية والهدايا والمهمات ألم يمعنوا في التكالب والتغالب على شتى درجات وأنواع المنافع والخدمات حتى بتنا على تمام اليقين منهم ومن حقيقة أنهم هيهات هيهات أن يتركوا لك ولوك سم الخياط مجالا من المجالات ولم لا إن كانوا قد استدفهون استدفهون وبعدما أن كانوا بعيون طباعهم التافهة البليدة قد رؤونا قد رؤونا فظلمونا ظلمونا ومعنوا في ظلمهم حتى تفهونا فما رأيناهم يوما قد رؤونا إلا كالدواب التي تجذب لهم المقابد من موسدات الأبواب وكأسباب لأن يشيدوا بنا ومن أقواتنا وأقوات أبنائنا القصور والقباب وكيف لا وهم من دونون بحساباتهم المصرفية أرقاما وأوراقا مالية ولا لشيء إلا لوردنة أهوائهم وأحلامهم الحيوانية النابية فأعدمون أي رقم من الأرقام الإنسانية حتى بتنا صفرا يزدرونه بنظراتهم الدونية حتى العدل وكفتي ميزانة لم يتركوه في حاله إذ جعلوه كنهر يناشدهم باستحياء وخجل الإذن للبدء في سريانة بعد أن يرسموا له بمطل وكلن طرق ومسالك جريانة فألبسوه ثوب الشرف في نصرة الباطل كما ألبسوه ثوب الشرف في نصرة الحق حتى صار صاحب الحق ظالما محقوقا وصاحب الباطل مغبوطا مرموقا ولما لا؟ ولما لا؟ إن كانت فعالهم لم ترحمن يوما وأبدا أبدا ودوما لم تترك لنا مجالا للنأي بهم بعيدا بعيدا عن دقيق الوصف وصدق القول بأنهم بأنهم وبهبنكة الحمق الأغبياء وبهبهبت الكسالة الأدعياء غيبوا القانون قصدا وعصدا أفسدوا النيابة والقضاء والأمن العام عمدا أخلعوه حلة الهيبة والبهاء كي يتسنى لهم ولأقرانهم المتنفذين الأثرياء ولأتباعهم المتصلتين الأقوياء فعل كل ما يشتهونه من صنوف الجور والفجور والبغي والبداء ولم لا؟ وكيف لا؟ فكفانا أن نقول بأن جلهم وبالحد الأدنى لأدنى استثناء قد استمرأوا رؤية القانون وأدواته خانعين خاضعين ضعفاء أذلاء وبعد أن كانوا قد أرادوها ففصعا أوجدوها بخبث ودهاء وبمكر مكرهم اعتادوها دون أدنى خوف أو حياء حتى جعلونا نطراص تحت مشأمة عدلهم أمواتا أحياء وحتى صيرونا نطلق وبلا خجل أو وجل أو استحياء على قطاعي العدل والأمن العام وعموم عوام الإدارة مسمى الغبارة الصماء البكماء العمياء فما أرانا نراهم يستحقون مننا إلا التأكيد على وصفهم هذا بالقول خساسة ودناءة الأصل والطبع تشين شكل كل جميل وضع ولم لا؟ إن كانوا ممن حاولوا استلال أدوات العلم من المخاخ والعقول ليصيروننا نمشي على جمرات الجهل حفات بلا نعول ولم لا؟ إن كانوا هم وهم وحدهم الذين أوجدوا لنا الرشوة والوساطة والمحسوبية وهم وحدهم الذين تفننوا في صنع المعاول والمرازم والفؤوس لهدم كل بنيان عال وغال ورفيعة من جواهر النفوس أوليست الرشوة هي الأمتن والأمتن والأقوى والأخطر من بين كل الأدوات لعورية كل اقتصاد أنيق معافى وواجيه لبوس وإن اتفقتم معنا حول هذا الرأي فمن إذن ذاك الذي خلق لنا الرشوة ومن ذاك الذي رباها ورعاها واحتوها حتى صيرها من دودة غوصها في الأرض وعليها باستحياء تتخفى بين ظلال نبتها وتدب إلى دب أشرس يتبقتر مختالا بنفسه ويدب تبيبا مدويا مرعبا ومزلزلا كيان كل الإدارات والمصالح وكنارا تشب ثاغرا فاهاه وساننا أنيابه آكلنا اليابس قبل الأخضر ويسب وللتأكيد على أن عبد الجليل ويونس والشامخ والعبار وكوسة وشلقم والضرات وغانم والصفار وبنقدارة واشتيوي والهوني والعوجلي والتومي والدبيب والنقاصة وكل أمثالهم من المتنفذين الجبناء المتسلطين وكل كل أشباه من المنافقين التافهين المتسلقين المندسين بيننا ولسنوات طويلة بوداعة الأبرياء الأنقياء الأطقياء المسكين بأنهم هم وهم وحدهم من أوجدوا لنا كل هذه الأوبئة والأمراض اسمحوا لنا وفقط بهذه التساؤلات اليتيمات وما عليكم إلا الإجابة عليها بلسان الحق والصدق واليقين والثبات وستعرفون المقصودين بقولي هذا وبتمام الوصف والذات فأقول ألا تعتبر الوساطة والمحسوبية هي الأخطر عمادة والأعتعتاد لكل أنواع الظلم والقهر والغبن والفساد وأقول من هم أولئك الذين يعدون وبحق الحق بمثابة الأدوات الحقيقية والعوامل الفعلية لأغلب التدخلات الخطيرة والمريرة والقوية بالوساطة والمحسوبية وأقول لأن التعاظم في درجة خطورة الرشوة المدمر الفعلي لأعظم اقتصاديات الدول والمجتمعات يتلازم ترضيا مع التعاظم في قوة ونوع المصلحة فمن هم إذن أصحاب المصالح العليا والقوية في الدولة وأقول وأقول إن لم يكن المذكورين آنفا وسلفا هم المسؤولون عما رأيناه وعشناه وتجرعناه من مرارات الفساد والبلاء وبأن هؤلاء الوباء البلداء من ذنبهم التاريخية هذا ومن كل جرائمهم الجنائية وآثامهم الإنسانية أبريان أنقيا وبأن أياديهم لم تلطخ لطخة واحدة بوسخة سحت أو بغمزة مجون وبغاء وبأنهم لم يرطدوا يوما ما كانوا يرونه من تجاوزات وتطاولات وتعديات وأخطاء وبأنهم لم يقبلوا يوما ما كانوا يروننا عليه من قهر وعناء وظلم وشقاء وبأنهم لطالما كانوا بشأننا وبشأن خاصة همومنا على قدر عظيم من الوصب والنصب والإعياء وبأنهم لطالما كانوا جادين مجتهدين في واجبات والتزامات كل الموقول إليهم من أمانات وإدارات وغيرها من مهام وأعباء فإن كانوا كذلك حقا وحقا كانوا كذلك فما الذي دعاهم إذن لإسكات ألسنتهم حتى أخرسوها وما الذي دعاهم إذن لإتباق شفاها أفواههم حتى ظنناهم خاطوها وما الذي دعاهم إذن لصم آذانهم حتى أوقروها وما الذي دعاهم إذن لغمض عيونهم حتى أعموها عن كل خبيثة وخسيسة وكريهة من كرها الفعلات وما الذي دعاهم إذن لأن يستحسنوا هذه الكريهات السيئات ولأن يستمرئوا مرارات مذاقها وما الذي دعاهم إذن لأن ينغمسوا في برك ووحول مستنقعات ملذاتها وما الذي دعاهم إذن لأن يرتعوا ويتمرغوا في حلبات أضرارها وبالمقابل وبالمقابل ما هو ذاك الشيء الذي أهدوه لليبيا الوطن حبا وكراما أو كانوا لها قد أعطوه وقدموه طوعا واختيارا أو حتى واجبا والتزاما وما هو ذاك العطاء الإنساني الحق وما هو ذاك البذل الوطني الصادق اللذين أوجبا لهم علينا جزيل شكرنا وعظيم امتناننا وفيض احترامنا وهل أن الوطن وأهله لامسا منهم يوما أو حتى استأنسا بخيال أخلاص أو بظل وفا وهل أوقفتنا أفعال هؤلاء على فرضية أنهم مرتبطون بالوطن ولو بأدنى عليقة انتماء وهل أرون بشأن التأكيد على وجود هذه الفرضية العليقة أي قطرة غير أو أي قطمير ولا أو أي بصمة نصح أو أي ذرة عطاء والزيادة في التوضيح والتأكيد ألم يتعاملوا مع الوطن وأهله وكأنهم مستأجرين غرباء أو كمستثمرين أغبياء والدليل على هذا التأكيد الأخير بالذات أولم نرهم يفرون تباعا وخمدا كممتهني البغاء أو كفئران جبن كانت قد جبنت جبن البلداء فاستهوتها أطماعها ونتانت أوهامها وحقارة خصالها ركوب سفن الأعداء ولأن لسان حالي وكل حرف من حروف كلامي لا شك عندي ولا محالة بأنهم يستجدونني الإسهاب في الشرح والطرح وكذا الإطالة حول هؤلاء الأوغاد البغاة أرباب الخيانة والعمالة دو الفراغ الأخلاقية والإنسانية المقيت وأصحاب التناثر الروحية والفكرية المميت فحسبنا بشأنهم وبشأن خاتمة قولي في حقهم وخلاصتها المنقوشة ومنذ الآن على نعوش وأضرحة قبورهم المشيدة بعقولنا وقلوبنا مذنقلب علينا ببهتان زعمهم وبجور زورهم وبشرور فريهم ومذ أن تطاول علينا قدهم وقديدهم بقيض غيظهم وسيمم لفظهم وبشضايا أخبث وأخصص النوايا والمختومة لدينا بعجزها وإجمالها بخاتمنا وخاتم سيد اللعنات والمرسومة أيضا بأصدق وأوضح البصمات لأصابعنا العشرة القويات الثابتات القائلات لهم وبحرفية الكلمات بأنكم ميتون نتنون ونتنون ميتون وميتون منسيون إلا من ذاكرة أطفالنا إلا من دعوات أحفادنا إلا من مزبلة التاريخ فأنتم وبكل الخزية والعارس تذكرون وتصمون وبأوصاف أبطال الخيانة وأكاسرة النذالة وباطرة التفاهة ستنعتون وتسمون وتخلدون النقطة الثامنة هل من الإيمان في شيء؟ هل من العقل في شيء؟ هل من المنطق في شيء؟ هل من الوطنية في شيء؟ أن ظل مكتوفي الأيدي ساكني الحراك مشدوهي الوجوه ثاغرية الأفواه وليبيا وليبيا الوطن والأب والأم والأخ والابن والصديق وليبيا الخليلة والصديقة والأخت والحبيبة وليبيا الماضي والحاضر والمستقبل وليبيا الخير والأمن والاستقرار وليبيا التاريخ المجيد وليبيا العزة والكرامة والشرف وليبيا الأنفة والكبريات وليبيا النماء والهناء والبهاء والصفاء تضيع من بين أيادين وبكل سهولة وخجل وتتلاشى من حنانية صدورنا وأعماق قلوبنا وبكل بساطة ووجل وتتبخر أمام أعيننا وأفهام عقولنا وبكل يسر ووجم النقطة التاسعة هل من الشجاعة في شيء أن نستسلم لأكبر مهزلة وأخطر مؤامرة ولأبشع جريمة وأشنع خديعة عرفها التاريخ وعلى مختلف الأزمنة والعصور وهل من العقل في شيء أن نجعل من يأسنا أو استسلامنا هذا مقنة عفية وأداة قوية بعيد هؤلاء الخونة والعملاء كي يحققوا دنايا بغيتهم الشيطانية وهل من الحق في شيء وهل من الرجولة في شيء أن نترك هؤلاء المنافقين التافهين الجبناء يتملصون وبكل بساطة من جرائمهم الشنيعة وأن ندعهم ينجون بأنفسهم وبعيالهم الخليعة وبكل ما سلبوه من أموالنا وأقوات أبنائنا لينعموا وليتمتعوا بحياتهم الجديدة المدنسة بالمطرفات والملذات الأعجمية العديدة بعد كل ما خلفوه لنا من فساد وبعد كل ما اذخلوه بنا من إزلال وتسلط وتعالي وإفساد وبعد كل ما نهبوه من ثرواتنا وبعد كل ما خربوه علينا من إنجازات ومكتسبات وبعد كل ما سببوه لنا من أضرار ودمار وبعد كل ما غمزونا فيه من أهوال وعار وبعد كل الدماء التي سفكت والأعراض التي هتكت بسببهم وبعد كل المصائب التي حصلت لنا وبعد كل الكوارث التي حلت بنا جراء غبائهم البغيضنة ومن وراء طمعهم المقيت العفن وبسبب حقارتهم وحقارة أصلهم ومنبتهم أخيرا وبشأن هذين المصطورين الأخيرين بالذات والزيادة في التوضيح للمعنى الكامل فيهما أتساءل وبلهجتنا الشعبية فأقول كيف يكون وصف حال اللي يجتمع فيها الصفات الثلاثة حقارة النفس مع الغباء مع الطمع وش ممكن نستنى من واحد غبي وحقير وطمع خاصة وأن هالغبي الحقير حيكون وبكل تأكيد عبد لطمعه اللي حيتحكم فيه ويسيطر عليه بالكامل واللي حيقود إلى وين ما يبيه وكيفه أم تميريد النقطة العاشرة هل من الوفاء في شيء أنه فرط في ليبيا الوطن وفي من تجرع مرارات العناء وكابد ويلات الشقاء لأجلنا ولأجل تحرير كامل تراب هذا الوطن العزيز والغالي من براثن الاستعمار الإيطالي البغيد والبالي ولأجل طرد القواعد الأمريكية الصحيقة والإنجليزية المحيقة وأربابهم الذين عادوا إلينا ثانية بعدما نستكثروا الأخ القائد علينا وبعدما لم يعد بمقدورهم أن يرتضوه لنا ولقضايا أمتنا العربية والإسلامية كليما صادقا ومفوها كريما وبعدما لم يعد بإمكانهم تحمل أمر أن يكون بيننا مثله رجل ولا كل الرجال وزعيم ولا كل الزعماء له في قلوب الأحرار أعظم مكانه وفي عقول الشرفاء أغلى علامة رجل الفكر وكل الفكر ينديه الذكر وكل الذكر يناغيه المهابة وكل المهابة تطلبه وتنشده وتسترضيه أوليست هذه الصفات الجليلة وما أكثرها وهذه المهابة العظيمة وما أجملها هي التي مكنت قائدنا وأبانا من توجيه أقصى وأمر مهانة لبرلسكوني إيطاليا الخسيسة الجبانة عبر مرمغة أنفيه بالتراب أيما مرمغة وجبره على الاعتدار لشعبنا العظيم عن غزو بلاد واحتلالها لوطننا الطاهر والكريم وتعويضنا عن البشاع وآثار كل الفضائع التي ارتكبوها بحق أجدادنا أبان فترة هذا الاستعمار البغيض الذميم وكذا الأمر وتماما تماما بشأن جره لهذا الجرو الفاجر اللئيم لتقبيل يد ابن أسد الصحراء وشيخ الشهداء عمر المختار والاعتدار منه عن كل ما فعلوا بسلفه وسلفنا الشهيد الجليل البار نهيك بالطبع وبالطبع نهيك عن تقبيل إيطاليا ليد قائدنا وزعيمنا وحبيبنا الصنديد المغوار وإن كان قد تبدلي وأخيرا بأن هذا الأمر الأخير بالذات يعد وبكل معنى الكلمة ضفرا تاريخيا وبمكرمة أسطورية لم تكن أبدا لتستحق شرفها تلك الجبانة الإيطالية الفاشية أوليست المفارقة الغريبة والمريبة والمفاضلة العجيبة والرهيبة بين الأخ القائد وأفعاله البطولية وبصماته التاريخية ولمساته الإنسانية لأجل عزة وكرامة ومهابة شعبي ووطنه وبين أولئك الخوان المنافقين الأفاقين الأدعياء والأوغاد المنبطحين الأفاكين الأشقيا وكل أفعالهم البشعة الشمعاء من قتل وتدمير وترويع وتشريد واعتدار التي دبروها وخططوها ولسموها ففعلوها بكل الكفر والحقد والبطر والغباء والذين منفكوا يفعلونها كل يوم وليلة ودون ما أدنى خجل أو وجل أو حياء بل ويبكونها والمزيد منها سفاحا ونواحا وعواء توسلا منهم واستجداء لأربابهم وأسيادهم وولاة أمورهم الصليبيين الحقراء لتكثيف القصف الغاشم والتعدي السافر على حرمة وطننا ولحمة أهالينا الأبرياء أوليست هذه المفارقة بالذات الدلالة القوية والمدعاة الحقيقية للقول والبوح وحتى الصراخ وبعلى صوت أرواحنا ودماؤنا وأموالنا فداء لك يا أعظم الرجال يا أكرم الرجال يا أنبل الرجال وهنيا لنا جميعا ولعائلتك الكريبة بك وهنيا لكل أحرار العالم بعظيم أفعالك يا أعظم الأحرار يا معمر يا بومنيار النقطة الحادية عشر أليست السداجة وكل السداجة أليست البلاهة وكل البلاهة أن نتوقع خيرا وأن نرتجي نفعا من أولئك الاستعماريين الصليبيين الذين ما اعتادوا يوما ولا دوما إلا تحقيرنا واستدفاهنا واستعبادنا والاستعلاء علينا بنظرتهم الدنيا لنا ولأمتنا العربية التي لطالما استباحوا لأحلامهم الذميمة أعراضها وأحلوا لأهوائهم الدنيئة دمائها عبر استعمارها بين الفينة والأخرى ولأزمنة طويلة تحت مظلات واهمة ومسميات مبتكرة وجديدة وبذراء واهنة وواهية وعديدة لا سيما وأننا خبرناهم وخبرنا خبايا وخفايا ورزايا ودنايا نواياهم من خلال أفعالهم الإجرامية للبشعة والشنيعة تجاه كل قضايا أمتنا العربية والإسلامية كفلسطين ولبدان وافغانستان العراق والسودان النقطة الثانية عشر ما يمثل وبامتياز تام غاية الغايات وأمنية الأمنيات وأثمن النجاحات وصفقت كل الصفقات لكل المتآمرين علينا وعلى حد سواء اتداء بخائنين داخليا وخارجيا وانتهاء بالكم الهائل والمريب للدول الصليبية الجبروتية والعظم فقط في حقارة بطشها ومرارة ظلمها مرورا بالمتآمرين علينا سياسيا وإعلاميا وممن يفترض بأنهم إخواننا في العروبة وكذا الإسلام هو رحيل معمر القذافي وافراد أسرته عن ليبيا الوطن ليبيا معمر القذافي فهل بإمكان أي إنسان أن يرحل من عقله وروحه وذاته وكيانه كما أنه بحسب المعلومة لدينا جميعا أن جميع المذكورين سلفا والمتشيطينين حلفا وصفا هم على الاستعداد تام لتوفير كافة الضمانات القانونية والدولية لسلامة الأخ القائد وجميع أفراد أسرته الكريمة في حال انتزعوا من شخصه الكريم مجرد التلميح بموافقته المبدئية على هذه المسألة الحقيرة إنسانيا والغبية عالميا والمرجوة بالمؤكد والطبع والمأمولة وبفارغ الصبر من جميع أولئك التافهين الحقراء أما وأنه لم يعرهم أدنى اعتبارا واهتماما ولم يلتفت إليهم إلا شزرا واحتقارا وأما وأنه لم يفرد في شعبه وآثر البقاء بين كل محبيها من أبناء وطنه المخلصين له والأوفياء على أن ينأى بنفسه وبعيدا عن هول الأخطار المحدقة به والمتربصة بأفراد أسرته الكريمة كضمان لسلامتهم وسلامته من أي سوء وأما وأنه قبل التحدي وأصر على الكفاح والتصدي لأجل حرية وعزة وكرامة هذا الوطن الغالي وأما وأنه رغب في الشهادة وتمنها وقرر الجهاد الجهاد والثبات الثبات ولآخر قطر من دمه الزكي طهر لأجل كل حبه من تراب بلادنا وبلاده والموت الموت لأجل الذود عن أعراض كل أبناء وبناته وللحيلولة دون كل ما يعلمه علم اليقين من أهوال وأخطار وأضرار للمآل المذموم والمصير المشؤوم الذي يترقبهم وأبنائهم وبنهم الغول المسموم فإن هذا الرجل وبكل معنى الكلمة فاق جميع التوقعات والتصورات وتجاوز كل حدود التوصيفات للرجولة والشجاعة والشهامة والكرامة والأنفة والعزة والإباءة والكبرياء وحق فيه عظيم القول بأنه بطل على كل الأبطال وزعيم على كل الزعماء كما حق له لطيف القول بالقول يا معمر وقف عليك الحب ووقف عليك الإجلال والتقدير والإحترام والإخلاص والوفاء والفداء النقطة الثالثة عشر هل من الحكمة في شيء لا نخشى أو نحتسب هول أيام وأيام وأيام أكاد أرهو بملأ عيني واضحة وجلية أمامي أبسط ما يمكن الوصفها بها هو أنها وبحال قدومها أو حتى بمجرد إقبال ظلها لا يحتل من الجنين بمطن أمه ولا يشيبن الرضيع في فرشمهده وباختصار شديد ومفيد ملف حياة وكرامة ومستقبل المواطن الليبي قفل وللأبد والزيادة في توضيح المتوقع الطبيعي والمخيف ولسهولة الطرح والشرح والتوصيف اسمحوا لنا باستخدام لهجتنا العامية والدارجة بيننا في كافة مناحي أحوالنا اليومية وشؤوننا حياتية فأقول المؤسسات والإدارات والشركات العامة والمشاريع وكل منجزاتنا الحضرية ومقتسباتنا التاريخية ومستهدفات مشاريعنا التنموية والإسكانية ستستباح حرماتها نهبا وسلبا وإطلافا وإهلاكا وإحراقا المحاكم والنيابات والمراكز الشراطية والأمنية ستحرق وتنهب من المحكمين بالمؤبد والإعدام وغيرهم من أخطر أنواع المجرمين نهيك عن المصارف والمؤسسات المالية حيكون الصطو عليها في النهار والشم الزارقة أي صاحب المليون إن شاء الله غير يلقى من لصبر وعون عليها المصيبة المليونية لمدارس لطلبة لمدرسين لجامعات لمعاهد لكليات لخرجين لوظائف لموظفين لا إفادات لمرتبات لضمان لشقق إسكان المنتفعون من الشركات المزحوفة عليها ومن قانون رقم 4 سواء كانوا بشركات أو بحياش عادية أو فيلات مرمرية أو حتى محلات وما أكترهم أكيد كل واحد منهم حيقعد يستنى أمتى الدور الدور حيوصل فيه وأمتى المالك الأصلي حيطالب بالإخلاء والطلوع والرد وحتى بالتعويض وهذا أكيد حيصير حتى لو كان هالمالك واخد تعويضة بالكامل من الدولة وعلش لا؟ ما الحكاية بتولي فعلا فعلا حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت وبتولي هوجة موجة في غابة سايبة وعوجة العراق عندها ناري دجلة والفرات ومع هذا كانت مشاكلها كبيرة وعويصة ومريرة مع المياه الصالحة للشرب أما إحنا إن شاء الله غير الخوانة والعملاء يجيبونا معاهم سطول حجم صغير باش نقدروا ندخلوها في عبارنا ونطلعوا بيها ما نروع عطشنا وضمانا وفي كل الأحوال طوابير اليوم اليوم وبهدتنا بالأيام والليالي على البنزينة حتولي بقرة حتولي غضوة على سطل المية وزي الصمال بالتمام والكمال وعلاش لا شنو مازال عندنا منخدموه على أقل نكسروا الكساد ونضيعوا وقتنا ووقت باقي العباد لكن المشكلة الوحيدة على شنو بنروحوا بهالمية لحياشنا في حال لو كانت سكنتنا بعيدة عن مصادر هالمية حتى حشاكم البغان والحمير نقطعوا من بلادنا بعد ما خانونا وباعونا وهربوا وسيبونا وبعد ما طعنونا وفي الظهر أحر وأمر طعنة وبأشر وأضر لعنة الانفلات الأمني لا لا وألف لا بل الإنعدام الأمني والمطمع المادي والمعنوي والنفسي والغريزي ونأكد على المطمع الغريزي لكل أنواع المجرمين وحتى غيرهم الفازدين حيخلي بلادنا مسرح ومرتع لكل أجناسهم وألوانهم وجنسياتهم وحتكون قبلتهم المنشودة ووجهتهم المرصودة وجنتهم الموعودة يعني وباختصار شديد القسوة إن شاء الله تسلم من اقتحاماتهم وهجماتهم بل إن شاء الله تمر عليك ساعة واحدة بس وإنت مش عايش حالة خوف وأرق ورعب وقلق أصحاب محلات اليقوت والذهب والماس وحتى لو كانوا دسينهم أمنين الزين في حياشهم وفي غيرها ما عليهم إلا يكتروا من إسلاح التقيل قبل الخفيف وما ينسوش ما ينسوش كتروا من الواقي والفوشيك والرصاص أصحاب العيادات والمصحات حتنقلبوا غصبا عنهم لمآوي علاجية مخيمات إسعافية المتمليون أصحاب الاففاريات والمشاريع والشركات حيقا عمزوا قدام الجوامع للمتبرعات والصدقات هذا كان مازال في حاجة في قموس نسمى صدقات وحسنات الكادحين والبسطاء حيكونوا خدموا عابيد عند أسيادهم الإقطاعيين والنبلاء من الفرنجة وأذنابهم الخونة والعملاء الناس اللي مازال مخدوش تعويضاتهم عن مبنيهم ومحلات محياشهم اللي طالتها الإزالة لغرض التطوير ينسوها 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 ولأبد الآبدين بالنسبة للخصومات الزراعية وقضايا الغبات ومشاكل الأراضي وما إدراك ما مشاكل الأراضي حيبقى على خطرها الدبح من الرقاب والدم للركاب خاصة في اللي بتاخدام الدولة بعقود انتفاع ومديورفاها استراحات وقصور ويكفينا باللي صارلنا من كوارث وخسائر ومصائب وفي الساعات القليلة جدا جدا من كذبة الخونة والعملاء ليلة ما قالوا إن الخلقايد في طريقة لفنزويلا كشاهد حي وكلنا شفنا هللي صار وشكل البشع ويكفينا أيضا باللي صارل وما زال يسير بالمناطق الشرقية وبالرغم من الدولة وبكامل جيشها وفراد أمنها ما زالت قايمة بدورها وبكامل قوتها لأجل حماية كل أبنائها ومواطنيها فما بالك لو انهارت هذه الدولة وزالت لأنه بالتماشي العقلي مع طباع الأمور وغرائز الشرور ولأن التوقعات المنطقية والعقلانية والنفسية والحسية للمترتبات الطبيعية والأكيدة ولما سيحصل طلقائيا وفوريا فورا انهيار النظام لا سمح الله لا تحصى ولا تعد فإن غير المتوقع أكيد 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 حيكون أكتر وأخطر وأضر وأمر وبأمر من أمر مرير في الشر أقلها 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 أن المواطن الليبي حيتحسر على كل لحظة أمنه هناء وفرح كان عايشها بل أنه حينساها وللأبد وكأنها كانت حلم جميل وتبخر أو تفجر لا عاد رجب وبهجتا ولا عاد شعبان وزحمة قضيتا ولا عاد رمضان ونكت طلتا ولا عاد البسباسي وآه يا راسي لا عاد العيد الصغير وفرحتا لا عاد العيد الكبير وبنت شاوتا لا عاد الميلود وجو لمتا لا عاد صفر وزرادي لا عاد بحر وبوادي لا عاد لما تنسوين لا عاد عراس بنات وبنين لا عاد عياد أم وطفل وميلاد لا عاد سعد ومسعود وسعيد لا عاد سعيدة ومسعودة وسعاد لعد وردة وأريج ونرجس لعد زهرة ويسمين وسندس لعد وداد ووديع وعبير وربيع لعد بسمة وابتسام وفرح ومودة وفريحة لعد دلال وجمال وجميلة ونجاة دليلة لعد شريفة وكريمة وفضيلة ونزيهة وغالية وجليلة لعد كريم وفضل وشكري وشكرية لعد ماجدة وسمية وماجد وجود وكرم لعد ندى ونبيل ونبيلة وشريف وسلسبيلة لعد آمنة وسيدة وأمينة لعد غدي وحسن وبشير محفوظ وبشرة لعد سالم وغانم وسالم وسليمة وسكينة لعد ناجي ونجية وخيري وخيرية لعد حميد حميدة ومفيد مفيدة لعد بدر ونجمة وصباح وفلاح لعد نجاح وصالح وصلاح لعد عاطف وعواطف وأرواح لطيفة لعد ملاك وحبيب وتغريد وحبيبة لعد فرج وفايز ومنير وضوء وفايزة ومنيرة لعد منية ومنى وأماني ومنتهى وتهاني لعد براعة ونادرة ومروءة وهناء وصفاء ولا لعد وفاء ورجاء وبهاء ورفاء على وآلاء لعد انشراح وابتهاج ونور ورتاج وسراج لعد عمران ومبارك وعامر ومبروك ومبروكة لعد عزيزة ونصر وانتصار وعزة وصال لعد أحلام وهنان وهمام وحنين وصدام لعد ليبيا وعمار وسرور ومنار وأمل وآمان وأنوار ولعد عالة الشاهي ولعد تمام ومليح وباهي ولعد قهوة العشية ولعد نسمة الصبحية ولعد رياضة نوادي ولعد كارتة جهاوي ولعد أهلي ولعد اتحاد لعد كاس ودوري طلياني لعد انجليزي واسباني لعد كوش ومغاسل وورش لعد تفاح وكيه وموز لعد فستق وبندق ولوز لعد حوت وخضرة وبنزينة حتى الموت حتى الموت مش حنلقوا فيه من يجيه عزينة والعرض هالأيام عايشينة ومن توبادي فينا أما المرض أما المرض حنستسبحوه ونتجدوه ونحلفوه بأمه وعمه وخاله وبوه وحتى بجار أخته وخوه ما عادش يزورنا ويجينا وحتى يفكر فينا لأن لو مرضنا مش حنلقوا اللي يدوينا أو حتى يسمعوا لو بالكدب شكوتنا ويوسينا وبشأن مشاكل وبهادر البنزينة شوفوا هالأيام شنو اللي صاير فينا هذا غير الدولة ما زالت قايمة بكل ما يهمنا ويعنينا وبقوة مديرة كل جهدة باش توفرها لنا وباش نقدروا نوصلوا لأعمالنا ونقدروا أهم أهم أشغالنا ونواصلوا أحبتنا وأهلينا فما بالك لو ضاعت هالدولة وزالت وخشت الدنيا والناس في بعضها خشت الشوق في الصوف واتخلطت وانعجنت بروحها بروحها عجنت أنت انتع شايل أنت انحلوف أكيد وقتها مش حيبقى لينا غير محاورة الأيام السود هذا كان غير هالبرنسيسة توضعت ورضت تعبرنا وتاخد حتى شوية بخاطرنا لأن حواري معاها كان كالآتي كلمت الأيام السودة وقلت لها يا أيتو هالأيام السود أرجوك أرجوك تعالي باش نخبرك بكل ما جرالي وباش نشكيلك ونبكيلك هم وغم حالي قالت لي ما نقدرش نقربك ولا نقدر نجيك وبالله عليك بالله عليك خليني في زهبالي قلت لها ليش قصرتي بخاطري وليش أجرحتي كرامتي بهالرفض اللي خيبتيلي به ظني فيكو كل أمالي قالت لي لأنه بصراحة وبكل وقاحة راه اللي انت فيه لو نقربه ونجيه وحتى نمره من بعيد عليه أكيد 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 حيشوه لي جمالي ولا عاد عمرة ولا عاد احجاج ولا عاد دحي ولا عاد اتجاج ولا عاد جمعيات وصيدليات ولا عاد طيارين وطيارات ولا عاد مضيفين ومضيفات حتى القنسليات والسفرات والتشرفات لا عاد لا عاد لا عاد ولا عاد أدباء وأدبات ولا عاد فنانين وفنانات ولا عاد مطربين ومطربات ولعاد حفلات ومؤتمرات وندوات وامسيات ولعاد كهرباء وفضائيات واتصالات ولعاد حلاقين ومزينات ولعاد عطارين وحلويات ولعاد ريس ومريوس ولعاد خيار وفقوس لأن كلنا بنتساوه في الدفر والعفس والدفس والدوس وبنوله للفتنة وللدم والهم والغم أبشع زاد وأشنع سوس حتى حلمنا العادي بيولي أكبس من أكبس كابوس وحتى الوشواشة والنموس والدبان بنحاسبهم علي كل ما دروه فينا أيام وليالي زمان ولعاد قاضي ومحامي ولعاد وكيل نيابة وحرامي ولعاد محاميات ولعاد صحفيات ولعاد ضابطات ولعاد نقبات ولعاد 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 ولو ما عندك شغل ما يعاد وقعد عد وعد 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 لين تكره روحك بالهلبة وتفد أو تتخوخمه بجد الجد أو يتلوح معقلك مع قلبك بالبارد ويشد أخيرا ولعاد بلادنا زين على زين ولعاد بلادنا ورد وياسمين ولعاد بلادنا حلوة مجملها ولعاد بلادنا تخافي من العين لأن ما عادش حيبقى لها ما ياخدوه بالعين ولعاد 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 لأن خلاص خلاص حيكون فات المعاد وبالطبع اللي فات مات ورد الفايت محال ولو قدر لهذا الميت إنه في يوم ما يحيى من جديد ويرد ويعود أكيد 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 حيكون على ظهور الدبابات الأمريكية وبسطوة الشركات الأمنية الصهيونية والإنجليزية والفرنسوية وحتى الطليانية فيا للمهزلة التاريخية يا للمسخرة التاريخية يا للسخافة التاريخية بيدينا نجيب الدمار والخزي والعار لعائلاتنا وأهلينا والمشكلة إننا ما عادش حنلقوا لهذا العار بالداد من يطهرنا ويطببنا ويدوينا أخيرا رأينا الخاص جدا جدا وهو لو تمكن جمال ما وفي يوم ما من أن يدخل جمله ومن سنمه في سم الخياط سنتمكن نحن وبذات هذا اليوم من استرداد ليبيا الوطن ليبيا الحبيبة ليبيا الأبية ليبيا الكريمة ليبيا الجنة كما عهدناها وكما عهدنا حسنها وبهاها وجمال أرضها واسماها بحلوها وبمرها بفرحها وبكربها وبكل أماسي ومآسي أيامها وياليها فيرب نجيها ونجينا وحميها وحمينا من كل حسادنا وأعدينا ومن كل طامع فيها وفينا النقطة الرابعة عشر لأن قدر الرجال لا يعرفه إلا الرجال ولأن قدر الشرفاء لا يعرفه إلا الشرفاء فحق لكل رجل شريف من أبناء هذا الوطن ولكل ماجدة صامدة وشريفة من بنات هذا الوطن أن يعتز وأن تفتخر بقائدنا وأنجالهم أبطال المجاهدين رموزا للشجاعة والعزة والكبرياء وحق لهم علينا جميعا أن نعظم لهم جزيل شكرنا وعمق امتناننا وجميل عرفاننا كونهم جميعا وبمواقفهم البطولية الباسلة قد أرون أبجل صفاتنا فيهم وكفانا بثباتهم وصمودهم وكذا تصدرهم لكل المواقع القتالية والنضالية الهادفة إلى تطهير بلدنا النقيط طهر من دنس المخربين ومن نجاسة الحذاق الفاسدين خبرا سيسطره التاريخ لأبيهم وأبينا ولهم وبمداد من نور عيوننا وعقولنا وقلوبنا النقطة الخامسة عشر لكل الذين كانوا ولا يزلون ممن ضللتهم دناءات أطماعهم وخانتهم غباوات أفهامهم وأعمتهم رزايا أهوائهم فطمعوا في القبض بأكفهم على الماء وكذا تصيدهم لذرات الهواء ولكل من كان قد جبنا جبن البلهاء فآثر الوسطية موقعا بين الأرض والسماء ولكل من كان قد ارتأ وهما ولسلامة ذاته التواري والاختباع نقول لكم ونقول لكم لأن للحريات حدودا وسدودا ولأن هذه الحدود تنتهي أو تقف عند المساسة بحقوق وحريات الآخرين ولأننا نتقاسم تراب هذا الوطن الواحد وخيراته ونتنفس ونرتوي بذات هوائه ومائه ولأننا جميعا بهذا المركب الواحد الذي ما فتئت الرياح العاتية الباغية تتعصف به والأمواج القاسية الضارية تتراطمه من كل حدب وصوب ولأن ما مؤد اختلافنا إلا حتمية هلاكنا فإن الاختلاف الوحيد بيننا والمسموح به لنا وفي هذا الوقت بالتحديد والذات هو وفقت هو لأجل التوصل الاتفاق وطني ومثاق إنساني وإلزام تاريخي يقر ويؤكد على أن وقفتنا جميعا وقفة رجل واحد وبقلب وعقل واحد هو الأمر الرشيد والحميد والمستوجب السديد والوحيد اللازم علينا فعله هو بنصح شديد وبعزم من حديد ودون أدنى تقتير أو تقصير أو تأخير أو حتى تمديد وذلك لكبح جماح كل نفس مريضة وبغيضة كانت وبسذاجة البلها قد تأملت في التغيير الضرير خيرا فاتخذت من التضليل والتسويف والتحريف مطية وسبيلا وبأن لا نسمح لهذه العليلة الرقيعة الذليلة بأن تكون حرة في اتخاذ مواقف التخاذل والسلبية والأنانية وبأن لا نسمح وأبدا أبدا لكل أصحاب العقول الخربة والهرمة والغبية وكذا النفوس الخبيثة والخسيسة والدنية بأن يلق بيننا وعلى تراب بلادنا بذور وجذور ومنابط الفوضى والغوغائية وكل الرزايا والخطايا والمفاسد الإملائية الصليبية عاملين بالحكمة القائلة من سل سيف العدوان ولو بمواقف الجبن والذل والهوان أغمد في رأسه دون مهل أو توان وعاملين أيضا بالحكمة القائلة ما استحق أن يولد من عاش لنفسه أبدا ومتخذين من جواهر الحكمة التامات ونفائس الأمثال الآتيات نبراسا منيرا ومنهاج عمل ودليلا وهي آفة القوى استضعاف الخصم من قعد عن خيلته أقامته الشدائر ومن نام عن عدوه أيقذته المكائد الحزم أسد الأراء والغفلة أضر الأعداء سوء الظن من حسن الفطن ولنا فيما كان ينشده ويترنم به الإمام علي بن بي طالب كرم الله وجهه من أبيات شعرية أفضل تزكية لكل ما ذكرناه آنفا وأكرم تأكيدا وهي أن المكارم أخلاقا مطهرا فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها والعين تعلم من عيني محدتها إن كان من حزبها أو من أعاديها والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها النقطة السادسة عشر سحقا للأغبياء البلهاء ومحقا للتافهين الجبناء أمثال شلقم ويونس وجبريل وعبد الجليل وبوزعكوك وغوغا والدباشي والشامس ودوغا والهوني والصلاب والأوجل والعلاقي والدبيبة وكل أمثال من الخونة والمنافقين الأدعية الذين اعتقدوا ببلاهة العبطة بأن الأخ القائد سيفر هاربا في غضون ساعات سوداء أو ببضعة أيام عمياء فلا عجب أن ركب هؤلاء وامثال أمثالهم من الجبناء موجتي الغدر والخيانة بعد أن رأوا الأخ القائد بعيون طباعهم من الخبيثة والخسيسة والجبانة النقطة السابعة عشر أليست الغرابة كل الغرابة؟ والعجب كل العجب أن نرتجي من خائنية المواثيق والعهود ومن متلونية الوجوه والجلود قتمر صدق ووفاء أو قطرة عدل وبهاء أو ذرة خير ورخا ألم يكن مأزم حالنا وفساد أمور بلادنا بسبب هؤلاء وبسبب أعوانهم المتنفذين الأقوياء وأتباعهم المتصلتين الأثرياء الذين لطالما عاثوا في الأرض فسادا يخربون الإدارات والذمم ويكممون الأفواه بالحمام حتى جعلونا نحن الأحياء كالرمام ألم يكن شلقم وأمثاله وأمثال أمثاله ممن كانوا وبسبب خبثهم وغدرهم وريائهم ونفاقهم وخياناتهم قد قويت لديهم المناصب وتمملكة العروش ومن أكتاف لحومنا ومن مدخرات نمائنا امتلأت منهم الكروش وتناثرت لهم الأبكار والأوكار والعشوش ألم يوقفوا للدنار جل النهار لاستحلابه ألم يحكروا الليلة للمزمار وإطرابه ألم يجعلوا من ليلهم هذا ليال تدار بها الكؤوس وترتخي فيها الرؤوس وتذل بها حرائر نفوس بمساوماتهم وابتزازاتهم المتباينة في أشكالها وأنواعها وكذا في التقوس ألم يهدموا ويردموا مكارم الأخلاق بشتى المعاول والفؤوس فإذا مفترضنا بأن لليلهم هذا لغة وكان لها معجم أو قاموس فلن نجد بين دفتيهما للأخلاق مفردات حياء أو شرف أو نموس فأي بصيرة إذن فأي ضمير إذن فأي عقل إذن لمن يتأمل خيرا من أمثال هؤلاء فاقدي الأمانة والكرامة والكبرياء وعديمية النزاهة والشرف والغيرة والحياء النقطة الثامنة عشر لكل إنسان فترة زمنية وعمرية قدرها له المولى عز وجل وكم من أعمار تبدأ وتنتهدون ما يتسنى لها أن تعيش لحظة واحدة من لحظات الجهاد والظفر من خلالها بشرف الشهادة وثوابها الأعظم فهل من الإيمان في شيء أن نفلت هكذا فرصة جهادية ماسية وتاريخية من بين أيدينا النقطة التاسعة عشر لكل الغيلان العكرة والأبواق النكرة ولكل الناشزات الماسخات الناتشات التافهات من مذيعات ومذيعي ومراسلات ومراسلي ومصوري ومعدي ومخرجي كل قنوات العهر والكفر والضلال كالجزيرة والعربية والحرة وغيرها من إذاعات الشؤم واللؤم والمضرة نفيدكم بأننا كنا قد وددنا تناولكم ها هنا وبأسمائكم المقرونة بدقيق الوصف لخبائث أفعالكم ولكننا لم نجد لذلك سبيلا كوننا نحن الليبيين أعتدنا دوما وأبدا وبساير أحوالنا وأوقاتنا أن نكون طاهرين ومهيئين ومتقبلين وجاهزين للموت بأي لحظة إيمانا قاطعا منا بقضاء الله وقدره وبأن كل نفس ذائقة الموت لا محالة وبأن الدائم والباقي ووجه ربنا ذو الجلال والإكرام وبأننا لن نجد في قفار قبورنا غير صالح الأعمال وصادق الأفعال فما بالكم بوصف حالنا وخلال هذه الفترة بالذات والموسومة لدينا بالجهاد والنضال والاستعداد التام للشهادة في سبيل الله والوطن لذا فإن نجاسة أقوالكم وخصة أوصافكم ودناسة أفعالكم ورجازة تآمركم علينا ورجس إصراركم على كل أفعالكم الذميمة واللائمة نحونا قد منعتنا وبالمطلق من تعكير صفو طهارتنا وبأن كل ما تبقى لكم منه وأعظم وأغلظ اللعنات وأوفى وأصدق الأدعية عليكم بالويل والثبور وعظائم الأمور عن كل لحظة أرق أو خوف وقلق كنتم قد سببتموها لطفل من أطفالنا فما بالكم بطبيعة وكم ونوعية أدعيتنا عليكم عن وشائج القربة التي تسببتم في قطع أوصالها وعن بشاع كل الوقاع التي وقعت لنا جراء كاذيبكم السامة وعن كل ما ترتب على اختلاقاتكم الراجمة التي بشأنها وبشأن جميع أهوالها ومآسيها لا نراكم تستحقون مننا إلا عظيم القول وأوجزه وهو حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ربنا الله يمهل ولا يهمل ربنا الله يمهل ولا يهمل ربنا الله يمهل ولا يهمل النقطة العشرين لكل الذين طاقت أرواحهم واشتاقت أكبادهم أحداث التنح والتغيير فاشرأبت أعناقهم وراقبت أنظارهم نتاج استقوائهم بالصليبي المغير ولكل الذين يتأملون من وراء ذاك التغيير المرير رخاعا ونماءا وهناءا وعسلا وفلودجا واستبرقا وسندسا وذهبا وحرير ولكل الذين اعتقدوا بأنهم هم وهم وحدهم الليبيون أما نحن وفيما تبقى لديهم من شزر النظر شتات فئات من همج الغجر الذين اختزلوا عامة شعبنا الأبي والنقي التقي في خرابات أنفسهم اللعيمة وغباوات معتقداتهم اللعينة التي أبت إلا أن تجرنا والوطن إلى منزلق مخيف ومرعب وخطير وإلى مجهول ضرير وأليم ومرير فنننقول لكل هؤلاء خسئتب أيها الخاسئون والخزي والعار لكم أيها البلهاء الحالمون الحالمون الواهمون بأننا سنسالم أو نهادن أولئك الخوانة والخوارج العملاء وخسئتب أيها الخاسئون الأذلة إذ اعتقدتم بأننا سنهادي أسيادكم وولا تأبوركم الصليبيين الأغبياء بأكلين الغار وبقاة الزهور والورود وزغريد النساء ولأن التاريخ لا يرحم فننوى بأعلى أصواتنا نقول لكم لعنتم إذا اعتقدتم بأننا ممن لا يعيرون التاريخ بالا واعتبارا ولا لتحاكي أحفادنا وأحفاد أحفادنا عن أفعالنا اهتماما فأن التاريخ لدينا هو منارة عقولنا وتاج رؤوسنا ودليل قلوبنا وبأننا لن ولن ندعه يسطر لنا وليحفادنا إلا ما سطره لنا الأجداد من شرف وأمجاد تزخر بأعظم البطولات وبأقوى ملاحم الجهاد وبأننا سنخندق الخنادق وندسكر الدساكر ونعسكر العساكر لنجعل من أديم وطننا جمرا تحت أقدامكم ومن سحاب سمائنا نارا فوق رؤوسكم وكفان شرفا وفخرا أن يسطر لنا التاريخ والملايين من أمثالنا جهادا وكفاحا ونضالا يقودهم عمر القذافي وأنجال والأبطال المجاهدين ورفاقي وأصدقائي وحباي الأوفياء الأنقياء الأطقياء الصادقين المخلصين فيا أيها الواهمون الواهمون لن تهنأوا يوما وأبدا بما كنتم تحلمون وسنجعلكم حينها وعن بشاء أهوائكم وفضاء أفعالكم تتندمون وعن كل ساعة هناء واستقران كنتم قد عشتم وها تتحصرون يوم لن ولن ينفعكم فيه الندم أيها الضالون التائهون الغافلون فإن الأوان لدينا قد آن وحان للتخلي عن الركاكة والفتور والمياعة والقصور مع أمثالكم ممن أعدوا للوطن أكفان ومداف وقبور وأخيرا لهؤلاء الأخيرين بالذات وبلهجتنا العامية الشعبية الدارجة وبكل صراحة أنا أضحوك عليكم أكبر وأحقر كذبة في التاريخ لأن الخواني عارفين كويس ووافقين من أن كل اللي قلناه وصفناه من مصير أسود وأغبر وخطير هو اللي أكيد أكيد بيصير ولكنهم شين خاصرين مدامهم وعائلاتهم وأولادهم عايشين في بلدان سيادهم متنعمين ومرتاحينهم بحبحين وبالله عليكم والتاني مرة نسألوا نقول شنو هالتافيين خسرانين مدامهم عبيد أذلاء لأطمعهم ومدامهم من يوم يومهم لشرفهم لغيرتهم ولنخوتهم ولكرمتهم هم من أصل خاسرينهم فلسين فما نستغربوش إنهم حصلوا هالفرصات ثمينة بالنسبة ليهم والرخيصة والخسيصة بالنسبة لينا باش يجربوا فينا وباش يلعبوا بالسهل بمستقبل وطن بعزة وطن بمستقبل أولادة بكرامة حفادة بتاريخة مجادة وعلاش لا مدام الوطن بالنسبة ليهم واللي أمثالهم ما يسويش غير حق نزوات عفن وعشوات بطن بالحلو والحار وبالمحمر والمشمر والمسلفر والكفيار في ليالي تقرميز مفحفحة بالسكر والمجون والتهدريز ومشعشعة ومصهلة بالقلقلة والتطنيز ولأن جيابين الغم والهم وتجار العرض والدم خففيش الظلام مناشير الأحلام عارفين هيك كويس وكويس هيك عارفين فهم ما يهمهم غير قبض ثمن بيعكم وبيع بلادكم وشرفكم وشرف ولادكم وبكل الأيمان نحلف لكم ونعظم حلفاني وبأغلض أغلض الأيماني بينكم ما عاد حتشوفوهم أبداً وتاني على اتراب بلادي وبلادكم وبلاد أجدادكم وأجدادي ولو صاروا عادوا ولو صاروا عادوا أكيد 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 بعد ما الستة مليون يصيروا السؤال لكم يقولوا أنتم شن يصيروا شن بيكون حال هاللي بيصيروا ولكل اللي يصدقوا في أنفسهم وبالعميان يتبعوا في جوها وهواها اللي حتودينا في سكتين دهية واللي شكوا في كل توقعاتي اللي بالحصرة والأسى والمرار قلتها لكم ويقولوا هذا واحد فاضي وغير قاعد يخرف ويهول في الدواء وبأن ما فيش حاجة من كل اللي قالها راح تصير وبأن حتى وبأن حتى ولو صارت حاجة واحدة أو حاجتين بس بس من كل هالكلام المالغ وتقدري في الزايد حتكون عابرة عبور الكرام وتماما زي زوبعة الفنجان أو هوجة الموجة وبعدين الأمور حتولي زي دبي وباقي دول الخليج عال العال وبذخ في بذخ وتمام التمام ونقول لهم ونعاود نقول لهم بالك تسحابوا إن ما فيش في بلادنا غير زولكم العاكر والبايخ وصنفكم المصدي والخايخ ونوعكم المردي والدايخ والأيام بيناتنا كانكم ما ولتوش أحرفوا بمليون مرة من العراق إن شاء الله ربي ما يكتبها علينا ولا يوريها لنا ولكن لو انفرضت علينا قدرا وغصبا وكراهة وقصرا ساعتها بس حتوقفوا وبأمر أمر أمر الندم على كل معنى وكل حرف من حروف كلامي وقت اللي معاجح حينفعكم فيه غير التخميد وتمتريس خلف نسوين قبل التريس لأن الرجول مضمون وجوهر مش فقط ذكورة شكله مظهر وهالمضمون وجوهر لخص الرجول الحقانية في إنها عهود ومواقف والدليل إن الإتباتات أو البطاقات الشخصية كتابها ما يكتبوش فيها في كلمة راجل قدام خانة الجنس ولكن يكتبوا في اللي يشوفوا فيه بالحق قدام هو هو ذكر فقط لأنهم ما شافوش لطالب البطاقة الشخصية أي مواقف تخليهم يقدروا يحكموا عليهم من خلالها بما إذا كان فعلا راجل حقاني أم مجرد ذكر فقط اللهم قد بلغت اللهم وفشهد بأن سك براءتي منهم قدمت لهم بكلامي المرير هذا وبدري بدري وللتاريخ صبقته وبكري بكري بمناسبة هالمقطع الأخير الحلم العبيط للطماعين التافئين النقصين عقلين والمرضى نفسيا واللي دوبني متبري منهم قدام التاريخ اللي نقول لو بالحرف يا تاريخ راني قدرتك واهتميت بيك ودرت لك كامل اعتبار والشاهد هو أنت بالطبع وهذا واضح ليك والغيرك من كتر كلامي عنك واللي يبين لك قداش هو احترامي ليك وقداش هو خوفي منك ولهذا عشمي فيك كبير يا تاريخ فإنك تلبي لي طلبي الوحيد وهو إنك ما تقولش غير الحق في حال المحظور القذرح صل وفي حال العار الحار وصل لتراب بلادي يعني ما تقولش إن قطر والإمارات ساهم ومساهمة رئيسية وقوية وفعلية في تحرير ليبيا وفي إن الشعب الليبي يبدأ بفضل هالدولتين يخطى في خطواته الأولى باتجاه الديمقراطية الغربية ونحو التمتع بالحرية النصرانية وإنما نبيك تقول الحق واللي هو وما فيش غيره إن هالدولتين الصهيونيتين التافئتين بتفاهد حكامهم هم اللي سببوا في ضياع ليبيا وعزتها وكرامتها وفي تقسيم طرابها وتدنيس مقدساتها وتشريد أولادها وهدك عراضها وتمزيق لحمتها بمناسبة هالكلام نحب نسأل سؤال نوجه لأخوي الليبي الأختي الليبية ونقول لهم بالله لكم بالله لكم في حال لقدر الله صار هالمحظور العار وفي حال إنكم بأي مكان من أمكنتها العالم الظالم وبأي يوم من أيام السودة بالطبع إنكم تلاقيتوا أو تقابلتوا مع واحد قطري أو مع وحدة إماراتية والعكس أو قعمزتوا وهدرزتوا مع شلة خليجية ملحوسة لحصة صهيونية ومهووسة بالهلوسة الغربية النصرانية وبأن الهدرزة هذه انجابت فيها سيرة أوضاع ليبيا الطاهرة المدبوحة بخناجر حكامهم المناجيس والمقتولة بسم الصمت الخسيس لها الملحوس وبأنها الشلة المعرة والعلة ما عجبهمش كلامكم على حقيقة حالكم ما عجبهمش أسفكم وحصرتكم على حال ليبيا العراقية أو العراق الليبية وبأنهم نطوا فيكم نطة فروج خليجي كائن من غير قبل مدبوح في مربوح السباق تافه من سباقاتهم السادجة والعبيطة وبأنهم قالوا لكم بله جتم المعروفة ليكم كلكم وبالحرف روح روح يا ليبي روح واخري غاد يا ليبيا روحه أنتم فين كنتم وفين أصبحتم أنتم دلحين حرار وإحنا وإحنا اللي حررناكم وإحنا اللي خلناكم تشمون هاوى الحرية وتعرفون معنى الديمقراطية ولولانا إحنا ما كنتم راح تشوفون العالم مش لون عايش ولاش قد الحياة الغربية حلوة وإنت يا ليبيا أو إنت يا ليبيا تقعدون لين تقوم الساعة وإنتم مديونين إلا بحريتكم والتاريخ التاريخ ما راح يحرمنا من موقفنا الإنساني والتاريخ نحوكم وهو دلحين عما ليكتب لنا في كل شيء سويناه لكم وفي كل دولار تعطفنا بيه عليكم من الجبنة والدبوس حتى للطيارة والكبوس وإنتم دلحين مش عاجبكم روحوا حلوا مشكلتكم مع هالتاريخ اللي خلاص كف الملفكم على رأينا وقرارنا إحنا اللي ما اتخذناه ولا نفدناه إلا بعد ما شفناه زينا مصلحتكم أما اللي انتم في دلحين وما كو عاجبكم هذا كله بسبب خلافاتكم انتم مع بعضكم بسبب فجعكم على السلطة والحكم وإحنا هالسال فما لنا فيها أي ذنب ولا لنا بيها خص أو دخل فلولا قدر الله مليون مرة صار هالموقف الفضيع وحصل هالكلام الشنيع اللي طبيعي جدا أنه راح يصير من الخليجيين وبالتحديد من القطرين والإماراتيين هذا كان مصارش من توا ولكن بالشكل المتماشي مع حالة الوضع الراهن وعلاش لا الخليجين القطريين والخليجين الإماراتيين اللي قصدتهم بكلامي وحددتهم واللي ما نستثني منهم حد اللي كل شريف وحر وغيور وعروبي وإسلامي حقاني واللي إحنا طول عمرنا صادقينهم على كل دول العالم واللي طول عمرهم ما يقدروش يتنفسوا قدام الليبيين واللي طول عمر محاقدين علينا إحنا الليبيين ومضغطاضين من رجوليتنا وأنفتنا وفزعتنا وفلحتنا ومن قوة قلوبنا وجود جيوبنا وقرم بيوتنا واعتزازنا برواحنا واللي احنا نعرفهم كويس ونعرف نقصهم النفساني والانساني ونعرف تسلطهم وقذرتهم وغبوتهم وفضضتهم وعنجهيتهم وتفاهتهم ونتنتهم وحقرتهم وبلدتهم وسدجتهم وصطحيتهم وغجريتهم وسفلتهم وندلتهم وبشعتهم وكل شيء بطال عليهم نبين سطره ونقوله علشانك يا ليبيا نبين نصرخ بي للتاريخ والعالم كله حتى لو كان ما ينقالش المهم بالله عليك يا أخوي الليبي وبالله عليك يا أختي الليبيا لو لا قدر الله صار معاكم ربع هالموقف ولولا قدر الله سمعتوا ربع هالكلام شنو هيكون موقفكم وشن هي ردة فعلكم وشن هو إحساسكم وكيف هيكون شكلكم قدامها الخليجيين خاصة من التاريخ فعلا هيكون حسب علينا نقطة سوداء وبأقلام نجسة وبصفحات قدرة حتى الحرق التام لها مش راح يقدر ينظفها من قدرتها ومش راح يقدر يطهرها من نجستها واللي مفادها يتلخص في أن حارة قتل التافها وحارة الإمارات البليدة دمرتا وسحقتا دولة ليبيا العظيمة وضيعتا وشردتا شعبها العظيم أخيرا لكل ما أسلفناه بالتفصيل ذكره وطرحه ولكل ما تقدمناه بالتوضيح سرده وشرحه أود القول والتأكيد على كل ما هو مؤكد لدينا جميعا وأكيد بأن خلاص الوطن من أزمته ودوام أمنه واستقراره وهنائه وبهائه ونمائه ورخائه وعزتي وحريتي وكرامته وشرفه وشرف كل أبنائه منوط لا محال بشخص أبانا وأخانا وحبيبنا وزعيمنا وقائدنا العقيد معمر الجذافي حفظه الله لنا وللوطن ورعاه كما أقول بأن أضعف الإيمان في نصرة ليبيا الوطن هو مجرد ذهاب عقلك واشتياق روحك لنصرتها فما بالنا بمن يقاتلون الآن الآن وبشجاعة تامة وبروح معنوية عالية وعلى مختلف الجبهات والمواقع حماهم الله ورعاهم وحمانا والوطن بهم ورعانا وما بالنا أيضا بمن هم مرابطون ومعتصمون والآن الآن ببيت العزة من أهالي أبو سليم والهضبة أبطال الفعل للقول رموز الشرف والوفاء صنضيد البذل والعطاء ضراغم الإباء والفداء وأمثالهم تماما وبكامل الوصف وذقته من أهالي كل ربوع الوطن الغالي وذلك حماية ودفاعا عن قائدهم ورمز عزتهم وكرامتهم وشرفهم فطوب لهم وللقائد ولليبيا بهم وبكل أطفالهم الأبرياء ونسائهم الصادقات المخلصات وما بالنا أيضا بكل وطني شريف وحر عفيف لم يستغل هذه الظروف الحرجة والحالكة للتكسب المخموجة بالاستغلال والسحة الحرام وما بالنا بكل من أيقن بقلبه النقي العفي وآمن بروحه الزكية البهية واستوثق بعقله الحكيم السليم بأن كل خسارة كانت قد طالته ولا زالت تطوله هو وأهل بيته الكرام أبناء الكرام سواء كانت في المال أم الجهد أم الوقت وكانت هذه الخسارة لأجل عيون الوطن وعيون أبناء جلدتنا وأتباع ديانتنا من الليبيين جراء التزامه وخلال هذه الفترة العصيبة بالذات بأصول واجباته الوطنية والإنسانية وجراء احترامه لثوابته الدينية والأخلاقية هي مكسب لا يعادله مكسب أوليست الخسارة مع الباه والوافي مكسب صب وزين صافي فألف مليون تحية شرف لكل هؤلاء وألف مليون تحية إجلال وتقدير واحترام لكل أنثالهم من الوطنيين الشرفاء وبرأيي أنا الماثل أمامكم الآن الآن ومحدتكم على لسان حال وطني ووطنكم واستنادا مني على حقيقة أن كلمة الشعب هي الرقم الصعب وبأن هذا الرقم الصعب هو القادر الأول والأخير على كسر جميع العيون والأنوف وعلى تشتيت أعتى وأقوى وأغبى الصفوف لكل الغزاة البغاة الصليبيين وبأنه القادر الأول والأخير على تحرير وثيقة النصر التاريخي والكوني المبين وبأنه القادر الأول والأخير على الثأر الثأر لليبيا الشرف ليبيا الكرامة ليبيا العزة ليبيا الإسلام والسلام من كل المنافقين التافهين والخوارج للخوان المرتدين أعداء الإسلام والوطن والشعب والسلام فنني أقول بأن هناك وجه آخر من أوجه الجهاد لنصرة ليبيا الوطن ليبيا معمر القذافي ليبيا الشعب العظيم وهو يكمن في خروج الجماهير الصادقة في حبها للوطن والواعية تماما لحقيقة أن وطننا يتعرض لأبشع أنواع الحروب الصليبية والقرصنة الاستعمارية والمدركة كمالا لأننا وبكل معنى الكلمة نمر بمرحلة من أعظم مراحل الكفاحة والنضال والجهاد وذلك من كل المناطق والأريافة والقرى والمدن العريقة القريبة والمحيطة بمدينة طرابلس الخالدة لتلتقي جميعها وبكافة أطيافها وشرائحها وأعمارها في الساحة الخضراء وببيت العز وكل الساحات والميادين والشوارع الرئيسة لها وحتى الفرعية وذلك في عرس جماهري مهيب يملأها بأغاني الحب والتأييد لأبينا وأخينا القائد العقيد وبأهازيج التأكيد الشديد على أنه الزعيم الأوحد والوحيد والرمز المتفرد والفريد لعزة وكرامة وشموخ وكبرياء هذا الوطن المجيد على أن يتم هذا الخروج بيوم واحد وبتأقيت واحد يتم الإعلان عنهما بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وليستمر بعدها وعلى ذات المنوال وأكثر فأكثر فأكثر حتى نستطيع من خلال هذا الزخم والحشد الجماهري التاريخي الرهيب والمهيب والمنقول بالطبع ومباشرة للعالم أجمع عبر وسائل الإعلام ووكلات الأنباء العالمية أن نحقق جملة من الأهداف الاستراتيجية المنتجة والفاعلة بقوة والعاجلة وبحق الحق لإنهاء أزمة الوطن وأزمتنا ولإعدام محرقة وطننا ومحرقتنا ولردم مقبرتنا ومقبرة مستقبل فلذات أكبادنا وزينة دنيتنا أهمها هي وأدها وفي مهدها تلك العبارة المقيتة والمتكررة علينا بغباء سلطوي دميم وذميم وحقير والتي مفادها أن نعلم عمر القذافي التنحي والرحيل وأجلها هي مطالبة العالم أجمع وكل الشعوب المحبة للسلام والمؤمنة بالديمقراطية والمحترمة لإرادات ورغبات وكلمات الشعوب باحترام إرادة ورغبة وكلمة الشعب الليبي الثابتة والقوية والواضحة والجلية وهي الشعب يريد معمر العقيد كما أن قلب الطاولة العبرية على وجوه الأبواق العكرة والدمى النكرة كالجزيرة والعربية والحرة وكذا الفخ عمر موسى وكذا خرتيت الكفر ورذيف البطر بأنملة الوتر المسمى بقطر وعرسته ووكزتي ونكسته ووكسته العزعوزة العروزة الرزوزة موزة وكل أمثال من هتارة وهبايا ودنايا ورزايا وعرايا التاريخ هو أمر سيحسب لليبيا الكرامة ولكل أبنائها الصناديد الأوفياء حماة الوطن من كل شر وضر وبلاء أصحاب الفهامة التامة والدراية الجامة بخبائث الأعداء وبخساسة ونجاسة وحقارة أولئك الخونة والعملاء والذي من شأنها أن يغير وكثيرا في خارطة العلاقات الدولية والمواقف السياسية وعلى حد سواء وسيكون درسا تاريخيا وإنسانيا لأناس العالم أجمعين يدرس لهم ولكل أجيالهم القادمة وحتى يوم الدين وبإذن الله وبإذن الله وبإذن الله العزيز الرحيم الكريم العظيم العالي منصورين منتصرين خاتمة قولي كلمة حق وبملأ فمي للتاريخ أقولها بأن ثقتنا في القائد وبإنسانية وعبقرية أفكاره المقرون بالحب والوفاء والعهد للوطن ولهو لأنجاله أعظم من أعظم بحار كوكبنا وأنهاره وأزكى من الربيع المتلألئ ببديع أزهاره فدماؤنا وأرواحنا وأموالنا فداء لهم ولليبيا الوطن ليبيا العزة ليبيا الكرامة ليبيا المجد والله أكبر الله أكبر الله أكبر فوق كيد المعتدين والفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار الأبطال المجاهدين ملاحظة هامة وأخيرة لكل أبناء الشعب الليبي وبلا أدنى استثناء ترقبوا كلمات ورسائل وتوجهات الأخ القائد حفظه الله ورعاه وأدامه وأبقاه بيننا وفي قلوبنا وتاجا على رؤوسنا اللهم آمين يا رب العالمين وللتواصل من أجل نصرة الوطن ورمز كبريائه وعزته زوروا صفحتنا على الفيسبوك والمعنونة باسم يوسف محمد الكايخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة